بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير وتخطية خاصة على بركة الله تسافر بعسة فريق النادي الأهلي إلى طبعا مشاركة كأس العالم للأندية هذه البطولة الكبيرة هذه البطولة الاستثنائية هذه البطولة اللي بيشارك فيها النادي الأهلي للمرة الستة في تاريخه بطولة عظيمة ما بيشاركش فيها إلا الأبطال ما بيشاركش فيها إلا العزماء العظماء اللي بيحققوا بطولات داخل قراتهم النادي الأهل بالتأكيد نادي القرن في إفريقيا صاحب الرصيد الأعلى من البطولات المحلية والإفريقية والأرقام القياسية أيضاً في كاس العالم للأندية على بركة الله بطولة جديدة وحدث استثناء جديد تحت تنظيم الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا الأهل يمثل مصر ويمثل القرى الإفريقية في هذا الحدث الاستثنائي إن شاء الله بإذن الله هنكون معاكم تداء من النهاردة لغاية يا رب بإذن الله لغاية يوم 11 فبراير آخر موعد وآخر يوم في هذه البطولة إن شاء الله بإذن الله بطولة إن شاء الله الأهل يقدم فيها مستويات على أعلى مستوى بالتأكيد الكل على هبة الاستعداد أفنى كل الكلام على المشوار المحلي وحتى المشوار الإفريقي لأننا عندنا حدث عالمي حالياً الأهل تحت أنظار الاتحاد الدولي فيفا لكرة القدم إن شاء الله بإذن الله حدث استثنائي للفريق وخلال الفترات الأخيرة الكل كان بيشتغل على وساع كبير جداً أو على نطاق واسع بشكل كبير جداً للتحضير لهذه البطولة سواء على المستوى الفني على المستوى الإداري على المستوى التنظيمي حتى على المستوى الجماهيري وعيب عندنا كلام بالنسبة للجمهور خلال الفترة اللي جاية الأهل بإذن الله إن شاء الله في هذه البطولة قدر الإمكان هيحاول يقدم صورة طيبة تمثل مصر أفضل تمثيل سواء على المستوى الفني سواء على المستوى الجماهيري لأن دايماً النادي الأهلي هو صورة مصر الخارجية في كل البطولات الإفريقية والعالمية حدث استثنائي جمهور النادي الأهلي بيسعد بأجواء ويروح المنديال في هذه الفترة وفي هذه اللحظات لأنه خلاص بتستعد لبطولة كبيرة بطولة إن شاء الله هتنطلق بعد حوالي خمس أيام أول لقاء مع فريق الدحيل إن شاء الله تكون بداية موفقة في هذه البطولة هذه المباراة بإذن الله بالتأكيد هيكون لها كلام كبير جداً للفترة الجاية لأنه أنت بتتكلم على حدث كبير جداً العالم كله ابتداء من 4 فبراير حتى 11 فبراير لا حديث يعلو على إقامة كأس العالم للأندية منذ الصباح الباكر بدأ العمل على قدم وساق النهاردة صباحاً الفريق خط تدريبه الأساسي والرئيسي قبل الصفر للمشاركة في كأس العالم للأندية بالطبع النهاردة الفريق كان بيستعد من خلال هذا التدريب للتحضير وإجراء كل الأمور الفنية واللوجستية قبل الصفر للمشاركة في المنطقة نهاردة رحلة الصفر والوصول للمشاركة في هذا الحدث الكبير الحدث الاستثنائي فكان منذ الصباح الباكر الكل بيشتغل فنياً الجهاز الفني اجتمع باللاعبين عقد بيتسو مسماني المدير الفني الجنوب إفريقي محاضرة لكل اللاعبين المتوجهين بإذن الله للمشاركة في هذه البطولة وكان مران بشكل طبيعي جداً استعداداً للمرحلة اللي جاية معناً الفريق اتمرن النهاردة الصبح إذن بعد الوصول النهاردة بالتأكيد فيه إجراءات احترازية فصعب أن يكون فيه تدريب مسائي فور الوصول ومن بكرة إن شاء الله هيكون فيه تدريبات تليء الفريق في إحدى الملاعب اللي تم تخصصها من خلال اللجنة المنظمة المحلية بالاتفاق مع الاتحاد الدولي لقرة القدم فيفا طبعاً في هذه الأستاء الكل عايز يطمن وعايز يعرف الفريب يستعد ازاي نهاردة كانت تدريب قوام البعثة المسافرة طبعاً فيه كلام كتير جداً وفيه أمور وتفاصيل فنية وإدارية وطبية بالمناسبة الأمور الطبية في هذه الرحلة وفي هذه المشاركة لا تقل أهمية عن الاستعداد الفني والاستعداد الإداري والأمور اللوجستية المتعلقة بإقامة البعثة في كأس العالم للأندية لأن الأمور الطبية هي المقام الأول والعنصر رقم واحد في تنظيم هذا الحدث خلال هذه التخطية هقول لكم معلومات وأخبار وتفاصيل مش هتسمعوها في أي حتة إلا من خلال شاشة قناة الأهلي عشان تعرفوا إزاي الإجراءات الاحترازية بيتم تنظيمها من قبل الاتحاد الدولي فيفا في هذا الحدث الاستثنائي وده إزاي هيكون الاستفادة كبيرة حتى على مستوى الخبرات الإدارية لبعثة فريق النادي الأهلي بعد ما ترجع من المشاركة في كأس العالم للأندية هنا في مصر بقى والناس تبدأ تشوف النادي الأهلي كان بيتم التعامل معه إزاي في كأس العالم للأندية احترازية بيطبقها الاتحاد الدولي لقرة القدم فيفا في هذا الحدث الاستثنائي كأس العالم للأندية لو هتكلم على البعثة نهاردة ان شاء الله الفريق مسافر بـ 23 نلاعب ده القائمة الرئيسية اللي بالتأكيد تم إرسالها في تاريخ 22 يناير المعادي النهائي اللي كان حدده الاتحاد الدولي لإرسال القوائم النهائية والمشاركة في هذه البطولة في مجموعة تكون مع الفريق كلاعبين احتياطيين بإزدلال إنه طبعا في لاحة البطولة بتتكلم على فكرة إنك ممكن لو عايز تعمل استبدال قبل يوم 30 يناير تقدر تستبدل لكن قبل انطلاق المباريات الرسمية بـ 24 ساعة من خلال تقرير طبيع نشرح ده أيضا كمان وحنا بنتكلم في إطار التغطية الخاصة لكن كمان عايز أأكد على إن كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي ورئيس البعثة هيكون بالتأكيد هو رئيس بعثة فريق النادي الأهلي في هذا الحدث الاستثنائي كأس العالم للأندية أيضا كمان المهندس خالد مرتجي عضو مجلس الإدارة ومنصق بعثة فريق النادي الأهلي مع الاتحاد الدولي واللجنة المنظمة للاتحاد الدولي لقرة القدم فيفا دكتور محمد داشوقي رئيس اللجنة الطبية في النادي الأهلي العميد محمد دامورجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي وأيضا كمان المنصق الأمني لبعثة النادي الأهلي الأستاذ جمال جبر مدير إدارة الإعلام الكابتن أمير توفيق مدير التسويق والتعاقدات الأستاذ أشرف عمر نائب مدير التسويق الأستاذ حنان الزيني مدير إدارة الترخيص واللوايح في النادي الأهلي. بعثة إدارية على أعلى مستوى للتجهيز والتحضير في هذه البطولة بعد ما كان فيه شغل كبير جداً شغل جبار بخصوص ملف كأس العالم. لكن كمان عايز أتكلم في جزئية مهمة جداً النهاردة كان فيه زيارة يعني في غايته الأهمية لدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة. هذه الزيارة بالتأكيد لها مدلول كبير جداً. القيادة السياسية وزير الشباب والرياضة بالتأكيد كان فيه كلام مهم جداً لازم يتقال في هذه اللحظات بعد استعداد فريق النادي الأهلي من خلال تدريب اليوم وقبل الصفر للمشاركة في كأس العالم الأندية. النادي الأهلي بيمص المصر في هذا الحدث الكبير. فبالتأكيد إن شاء الله مشاركة قروية كبيرة لفريق عملاق. فريق عظيم فريق النادي الأهلي. والنهاردة أيضاً كمان زيارة دكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واجتماعه مع الكابتن محمود الخطيب ثم أيضاً كان فيه اجتماعه مع اللاعبين وأفراد الجهاز الفني والمعاون للحديث وبس الروح والدفع الإيجابية والقوية بإذن الله قبل البطولة الكبيرة. النادي الأهلي بالمناسبة هو بيشارك في كأس العالم أندية. فأنت بتتكلمه على مشاركة كبيرة فبالتالي كأس العالم لكرة اليد كان بيطنزل كبير كأس العالم للمنتخب الوطني كان بيشارك في روسيا. النهاردة النادي الأهلي بيمثل مصر في كأس العالم لكرة القدم بإذن الله كأس العالم للأندية. طيب قدام كل أقطات حصرية من هذه الزيارة اللي تم صباح اليوم في ملعب مختار التتشي بجزيرة. في حضور بالتأكيد الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي ورئيس البعثة. وكان بالتأكيد فيه استقبال لدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة. اللي كان فيه كلام مهم جداً بيصل في هذا اللقاء لكل لاعب ولكل أقعدوا في الجهاز الفني من أجل يعني شحن الهمم والاستعداد لهذه البطولة. طيب فيه تفاصيل أكتر وبالتأكيد صوت وصورة لما نسمع من ملعب مختار التتش كل اللي تقال في هذه الجلسة وفي هذا الاجتماع. نروح بسرعة نسمع ونشوف اللي تقال في هذه الجلسة والرسالة الإيجابية اللي تمت في هذا الاجتماع قبل السفر للمشاركة في كأس العالم للأندية. كل التحية لكل مشاهدين مشاهدة متابعي شاشة قناة الناد الأهلي في كل مكان المراني الأخير لفريق الناد الأهلي قبل ساعات من توجه فريق الناد الأهلي للمشاركة في كأس العالم للأندية. دكتور أشرف صبح وزير الشباب والرياضة قال حريص أنه يكون متواجد النهاردة يدي رسائل دعم وده عهدنا دايماً بالدكتور أشرف صبح. دكتور برحب بحدهاك على شاشة قناة الناد الأهلي أعتقد زيارة مضمنها رسائل كتير جداً لفريق الناد الأهلي قبل التوجه والصفر إلى مشاركة في كأس العالم للأندية بكتر. طبعاً لازم النهاردة يكون موجودين النادي الأهلي بيمثل مصر كلها يعني طلط العالم للأندية وكأس العالم للأندية ده حدث كبير جداً. إن شاء الله كل التوفيق للنادي الأهلي إن شاء الله يفزلوا أقصى جهد ودي كانت رسالة الموجودة الحقيقة أنا وكابتن الخطيب النهاردة مع الفريق أنتم تمثلوا مصر ودينا مثال كمان بالجهد الكبير جداً لمنتخب مصر الهندبول وأنهما ما كانش عندهم أي رهبة لأنهما بيقابلوا بطل العالم الدنمارك وبزلوا كل جهد نفس الحالة يعني أولادنا في نادي الأهلي أنتم تمثلوا مصر وتمثلوا نادي الأهلي إن شاء الله مفيش رهبة لأي مقابلة لأي نادي أنت هتفزل كل الجهد اللي أنت المفروض تفزله قدامك بلدك أنت يعني إن شاء الله هتنسلها خير تمثيل والتوفيق بيجي في الآخر بتاع ربنا فكان لازم ندي الرسالة لموجودة وقبل سفرهم وتواصل مع كابتنا الخطيب إن إحنا نكون موجودين معهم النهاردة إن شاء الله يكون رسالة إيجابية جيدة إحنا قبل كده سفرنا لهم في نهاية أفريقيا في تونس عشان دايما نقول لولادنا المنتخبات والفرق اللي بتمثل مصر في كل المحافل الأفريقية والدولية بلدك وراءكو لأنه أنتم تمثلوا بلدكو فيه يعني رياضيين وفيه ناس كتير بتشجعكو وإنتوا كمان بتعملوا نموذج للشباب اللي دايما القيادة السياسية تقول الشباب المصري والرياضة والبازل الجهد شيء مهم جدا إن تغييركو وتغيير العمل زي إقاع الدولة المصرية في التطوير وفي كل حاجة ما بنخافش من إقلاقش الفريق يعني الحمد لله قوي مبير جدا الفرق اللي موجودة حتى لو فيه فرق بتبني عشان البطولة طيب إحنا عندنا استمرارية الدولي بتاعنا مستمر المنتخبات اللي موجودة فبالتالي كل الفرص المواطية للفريق كانت الحمد لله فدي رسالة للعبين وبنتكلم برضو في شأن العمل الرياضي أهلا بحضراتكم من جديد وزي ما سمعته وشفته صوت وصورة من ملعب مختار التتشبيل جزيرة كلام كان مهم جدا من دكتور أشرف صبح وزير الشباب والرياضة والرسائل الإيجابية والدعم والمؤذرة اللي بيعست فريق النادي الأهلي قبل المشاركة في هذا الحدث الاستثناء بجد بأمانة أنا رسالة لكل جمهوري النادي الأهلي في هذه اللحظات ابدأوا عيشوا أجواء المنديال إن شاء الله خلاص النادي الأهلي بيستعد لهذا الحدث وهذه البطولة الكبيرة فالفترة اللي جاية عندنا رسالة إيجابية عندنا روح معنوية عالية النادي الأهلي في منطقة الحمد لله مختلفة تماما منطقة تقدر تقول بين الفرق الكبيرة أو مصاف الأندية العالمية أنت موجود ما بين بطل أسيا وبطل أوروبا وبطل أمريكا الشمالية وبطل أمريكا الجنوبية اللي يتحدد بإذن الله يوم 30 يناير غدا إن شاء الله نعرف من الطرف اللي موجود من بطل أمريكا الجنوبية والناس كلها والعالم كله هيكونوا أنظروا من خلال هذا الحدث الكبير جدا بالمناسبة من بعد جائحة كورونا في أوائل العام الماضي الاتحاد الدولي كان عنده تحديات كثيرة جدا لكي يبدأ في تنظيم فعلياته وتنظيم بطلاته كأس العالم للأندي يا جماعة نقدر نقول هي أول بطولة تحت إشراف الاتحاد الدولي بيتم تنظيمها خلال الفترة اللي جاية بعد الإجراءات الاحترازية اللي هتتطبق في موضوع فيروس كورونا وجائحة كوفيد 19 فبالتالي العالم كله كله واسل الألام مش هيبقى عنده حديث إلا على هذا الحدث الكبير عشان تشوف قدرة الفيفة على تنظيم كأس العالم للأنديا عشان البطلات اللي جاية لسه فيه كأس عالم للمنتخبات لسه فيه كأس عالم بعد إلغاء كأس العالم للناشئين والشباب فعندك حدث استثنائي كأس عالم أنديا بيتنظم في هذا التوقيت وفي هذه الفترة فالعالم كله كله وكالات الأنباء هتكون الصورة من خلال هذه البطولة الكبيرة عايز أتكلم كمان على فكرة اللاعبين اللاعبين بإذن الله يعني إن شاء الله عندهم إصرار كبير جدا النهاردة لو تشوفوا اللقاطات اللي تم يعني إزعيتها عبر السوشيال ميديا أو نشرها عبر السوشيال ميديا الناس كلها مبسوطة بتتكلم عنوان الرحلة أو عنوان سفر البعثة الشياكة والعظمة شياكة الفريق والبعثة بالكامل وعظمة المشاركة في هذا الحدث الكبير كأس العالم للأندية النهاردة حتى في المران بعد المران كان فيه محاضرة وبعد المحاضرة الفريق توجه بالطبع إلى المطار عايز أقول لكم لا يعني الحالة بشكل عام النهاردة أول ما تصحى كده يوم الجمعة وبعد الصلاة لا الناس كلها بتتكلم على صور حلوة وبتتكلم على شكل إيجابي جدا وبتتكلم على يعني مشاركة إن شاء الله بإذن الله كل بيتمناها ومن النهاردة احنا بتتكلم فيه 29 يناير لغاية المشاركة الأولى يوم 4-2 ففيه كلام كتير جدا وفيه صور حصرية وفيه بعثة إعلامية على أعلى مستوى بإذن الله هتقدم لكم مفاجآت خلال الفترة اللي جاية طيب الفريق عشان نتطمن عليها ونشوف بتستعد ازاي وبالمناسبة الفريق النهاردة وهو رايح للمران الصباحي كان جاي من فندوق الإقامة في معسكر مغلق لأن بالمناسبة الفريق بعد مباراة بيرامدز في الدوري تاني يوم عمل مسحة طبية في ملعب التيتش وبعد المران أول أمس دخل معسكر مغلق ومنذ هذا التوقيت لغاية اللحظة دي الفريق في معسكر فالنهاردة لو تلاحظوا الفريق نازل من الحافلة والباس قدام ملعب التيتش ده لأنه جاي من فندوق إقامة نتيجة طبعا لتدبيع الإجراءات الاحترازية بعد سلبية مسحة كل أفراد البيعسة إن شاء الله قبل السفر لكأس العالم للأندية طب عايزين نتعرف على استعداد الفريق الناحية الفنية اختيار القائمة الرئيسية اللي هتشارك في هذه البطولة الكبيرة في لقاء مهم جدا زي مننا فاروق صلاح كان موجود النهاردة في ملعب مختار التيتش أجراه مع الكابتن سامي أمصان مدرب الفريق عشان نعرف آخر الترتيبات الفنية والاستعداد لخوض هذه البطولة الكبيرة وأولى اللقاءات بإنتحيل نروح بسرعة له زي مننا فاروق صلاح كل التحية لكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان من هنا من ملعب مختار التيتش وعقب المراني الأخير لفريق النادي الأهلي وقبل ساعات من التوجه إلى قطر لمشاركة في كأس العالم لكرة القدم للأندية يعني بسعدنا أن يكون معنا الكابتن سامي أمصان مدرب فريق النادي الأهلي كابتن سامي رحب حضرتك على شاشة قناة النادي الأهلي وإن شاء الله نقول لكم رحلة موفقة إن شاء الله النهاردة المراني الأخير كان حضور الدكتور أشرف صبحي ويقل كابتن محمود الخطيب أكتر من رسالة وصلوها النهاردة للعبين طبعاً زيارة كبيرة جداً سيدة الوزير أشرف صبحي وجوده النهاردة وجود الكابتن دي بتدول طبعاً أن كل المسؤولين في البلد مهتمين جداً بالبطولة لأنك أنت بتمثل اسم كبير زي النادي الآلي بتمثل مصر تمثل قارة أفريقيا بالكامل أنت بطلها أنت أفضل فرقة في أفريقيا فكانت مهم جداً أن نتقبل هذه الرسالة إن شاء الله بتموح أكبر وتصميم أكبر ومسؤولية أكبر ونعرف قدية اللي هي مسؤولية كبيرة كده إن شاء الله أتمنى إن شاء الله نكون نحن قدها ونقاتل لحد آخر نفس لنا إن شاء الله أن نعلي دايماً اسمه مصر واسم النادي الأهلي دايماً بطولة تلعب بأبطال القارات كلها موجودة سواء أوروبا، أسيا، أفريقيا، وجودنا، أمريكا الجنوبية مدارس كبيرة وتتعلم منها طرق اللعبة وإزاي تلعب قدام الفرق ديت وإزاي تتعلم وإزاي تاخد خبرات لكن أعتقد إن شاء الله طموحنا وطموح النادي الأهلي وجمهور النادي الأهلي دايماً إن إحنا إن شاء الله حنعمل أقصى حاجة ممكنة وده اللي بيدينا يعني إن إحنا نعمل أقصى حاجة لنا وإن شاء الله أعتقد إن شاء الله لو قدرنا نوصل للحالة ديت التركيزيات وحالة الروح المعنوية العالية بالنسبة لنا أعتقد إن شاء الله يكون لنا نصيب إن شاء الله ونحقق مركز كويس إن شاء الله يليق بالنادي الأهلي إن شاء الله وصنع تعرف دائما النادي الأهلي بمتعاود اللي هو يلعب في بطولات كتيرة وتعاود اللي هو يفصل بعد كل بطولة أنت بتقول لنا نكون محتاجين وقت طبعا عشان يستعداد دواد لكن اللي هو العقل الوحيد اللي أمنا اللي هو يعني كمية الإصابات اللي هي كانت موجودة معنا يعني وليد مش موجود معنا جونور كان محتاج وقت أكتر شوية فأعتقد الحاجات ديت يعني عاقل لنا لكن أعتقد الحمد لله أن برضو عندنا وقت كفاية نقدر نستعد في كويس بدأنا طبعا من بعد المنبرات بيرمز إن شاء الله نكمله في كطر وإن شاء الله لحد ما نوصل لليوم المغرب إذن الله خلينا الكلمة الأول راجل لعب في البطولة دي قبل كده عارف مقدر يعني إيه البطولة كبيرة زي دايات مقدر يعني إيه حجم وقيمة النادي الأهلي وجمه النادي الأهلي ممكن من الحاجات اللي كان أول محاضرة لي من أول موجوده هنا أتكلم من اللي احنا عاوزين لنافس على كل البطولات اللي احنا بنشارك فيها وفعلا الحمد لله حصل سواء الدوري الحمد لله سواء كاسة وبطولة أفريقيا وإن شاء الله بطولة كاس العالم عندها فأعتقد أن ده طموح كبير لي وطموح كبير لنا وإنت عارف نادي الأهلي دايما طموحه كبير جدا وطموحه جمهوره كبير جدا وأتمنى إن شاء الله اللي احنا إن شاء الله نكون على قد المسؤولة دي بإذن الله بص والله ممكن أنتو قلت نقطة مهمة جدا يعني إن لعيبة كتيرة مشاركتش في البطولة قبل كده ممكن آخر جيل أعتقد كان كان وليد أعتقد رامي كان موجود وساعد برضه بقيت لعيبة أعتقد أول مرة تشارك يعني حسين طبعا ما علينا بتكلم عن الأهل يا طبعا جيرا وفرحة كبيرة وتصميم اللي هم عاوزين يعملوا حاجة ممكن أنا كنت بتكلم عشين ناو قبل تابنين في النقطة دي ونتكلم إن نحنا أهم ممتش اللي لنا بالنسبة لنا في البطولة هو أول مباراة لينeau أول مباراة ده هي اللي بتتقربك وتدي لك خطوة أكبر فخلينا مشين واحدة واحدة إن شاء الله مباراة الداحيل إن شاء الله ربنا يكرمنا فيها ووفقنا فيها وبعد كده إن شاء الله نفكر في التموح أكبر وكل ما نوصل لخطوة إن شاء الله نوصل لتموح أكبر و إن شاء الله لحد ما ربنا يكلمنا و الحقيقة الحلم الكبير اشياءBaby مش حلمنا بس كنتي هجبون أنا للحلم أيضا بص احنا تعودنا في النادي الاهلي وحتى كل جمهور النادي الاهلي مش مش الشرطσ الا انت تكون مسئول في النادي الاهلي النادي الاهلي كبير النادي الاهلي من افضل الانديهة اللي موجودة في الكرار مش مش كلام بس لأ بانجازاته وبطولاته والبطولات القرية اللي هو عملها يعني فحق مشروع اللي انت تعمله وتسعاله م Indiansich اللي انت تبقى افضل من كل النادي дальше لكن انت بتسعى له و Dare who there is ربنا دايما بيقولةTV أسعى و ان شاء الله ربنا اكتب لك التوفيق نسعينا في البطولات داية ربنا كانت تابعنا التوفيق كبير في 3 بطولات كبار في وقت قصار جدا عندنا حق مشروع لبطولة داية ان شاء الله يا رب نسعيه لي ونعمل لعلينا حتى لو القد الله ما حصلش بالعليم بص خلينا نكلم من صرحة يعني فرقة مميزة جدا عندهم لعيب مميزين جدا يعني جايبين لعيبة تدعمات كبيرة جدا في الفترة اللي فاتت داية يعني عندهم لعيبة برازليين وعندهم لعيبة من كانية وعندهم لعب بلجيكي برازيلي برضو نفس القصة فعندهم لعب مميزة عندهم نقاط قوة زي أي فرقة ونقاط ضعف نشتغل على الحاجتين وربنا إن شاء الله برضو ما تنساش اللي احنا برضو بطل قارت أفريكا كاملة حقققين بطولة كبيرة جدا عندنا لعب كبيرة ما شاء الله تقدر تلعب في أعلى المستويات عندنا سجرة كبيرة فيهم وجمهورنا وجمهورهم عندهم سجرة كبيرة فيهم إن شاء الله يكونوا على قد السجقة ديت إن شاء الله يحققوا اطموحهم و اطموحنا إن شاء الله ترجمة نانسي قبل ان شاء الله يحققواه برومو الجماهير المتعلق بكأس العلم للأندية حاجة فوق الوصفه وفوق الروعة بصراحة كمان في الختام برومو القضية ممكن يعني القضية ممكن كانت من محمد دا مجد هذا الهدف غير تفاصيل كتيرة جدا وكان ليه دور كبير جدا وجماهير النادي الاهلي تحديدا نفسيا ومعنويا بسبب كل الضغوط اللي كانت بتعنيها خلال الفترات الاخيرة لكن هذا الهدف تحديدا هيكون ليه خصوص لدى جماهير النادي الاهلي وممكن الكل خلال الفترات الاهلي كان بيتكلم على هذا الهدف من ضمن واعظم الاهداف اللي جات في تاريخ البطولات الافريقية وتحديدا وبشكل غاص في تاريخ بطولات النادي الاهلي مع الكرة الافريقية طيب عايز أتكلم كمال عن نقطة مهمة جدا الاتحاد الدولي فيفا لكرة القدم النهاردة هو اللي هيكون فيه استقبال بعثة فريق النادي الأهلي فيه فريق للخدمات تم يعني تجهيزه خصيصا لاستقبال الوفود الرسمية فريق أولسان هونداي بطل كوريا الجنوبية هو أول البعثات الرسمية اللي هتصل اليوم للمشاركة في كأس العالم للأندي هتصل الساعة 5 بتوقيت القاهرة بعدها بحوالي ثلاث ساعات بعثة فريق النادي الأهلي هتكون نأساني البعثات الرسمية اللي هتصل للمشاركة في كأس العالم للأندي لكن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا عامل شغل مختلف خلال هذه البطولة طبعا نتيجة الإجراءات الاحترازية زي ما قلت فيه فريق خدمات محدد من قبل الاتحاد الدولي ثلاث أشخاص هيكونوا مسؤولين عن كل بعثة أول ما تصل إلى المطار خلال الفترة اللي جاية بالإضافة لده كمان ست أفراد من اللجنة المنظمة المحلية هيكونوا معاونين مع السلاسي اللي موجودين من قبل الاتحاد الدولي واللجنة المنظمة للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا عشان كده أنا عايز أتكلم على فكرة أن فريق الاتصال اللي هيكون موجود من الفيفا عشان يستقبل الأهلي خلال الساعات اللي جاية هيكون هذا الفريق موجود عشان يستقبل الأهلي في المطار لإنجاز عدد من المهام تبقى للإجراءات الاحترازية يعني أولا الترحيب والمساعدة فور الوصول إنهاء الأمور الجمركية والتأشيرات الإجراءات المساعدة في الجوانب اللوجستية المتعلقة بالفريق المأكلات المشروبات الانتقالات والإقامة والإعاشة فور الوصول إلى فندق الإقامة والأنشطة اليومية من خلال الاتصال اللي هيتم مع الوفد الرسمي لبعثة فريق النادي الأهلي مع وفد الفيفا اللي هيكون موجود فقط لكل بعثة بأفراد محددة ومعينين موجودين مع البعثة على مدار الساعة في نفس فندق الإقامة وفي نفس الطوابق المخصصة لكل فريق هذا الوفد دوره أنه يرافق بعثة فريق النادي الأهلي زي ما يرافق فريق باير نيميونيخ وأيضا كمان أولسان هينداي الكوري الجنوبي وكمان هيعرف البعثة كل الإجراءات المتعلقة بالأمور الجستية والبيئة المحلية فور الوصول للمشاركة في هذه البطولة قدامنا على الشاشة هذه اللقطات الحصرية والخاصة قبل لحظاتها قليلة طبعا وسعاتها قليلة من ملعب مختار التتش في الجزيرة واستعداد الفريق للتحرك إلى مطار القاهرة الدولي زي ما قلتلكم النهاردة هو عنوان اليوم النهاردة الشياكة والعظمة أول ما شفنا الصور بالبرومو الخاص بيلعبي النادي الأهلي والصور الجمعية في ملعب مختار التتش في الجزيرة بيتس موسيماني في هذه اللحظات عايز أقول لكم حديث كل وسائل الإعلام الإفريقية لو كل واحد ليه أكاونت وحساب على تويتر ويفتح ويشوف عيلاقي فيه كلام كتير جدا بيتقال على البيتس موسيماني وعلى الجهاز الجنوب إفريقي اللي موجود بالتأكيد خلال هذه الفترة وبيأخذ فريق النادي الأهلي لتحقيق دور أبطال إفريقيا وبيشارك في كاس العام الأندية للمرة التانية بالنسبة له لأنه كان قبل كده سبق المشاركة مع سانداونز بعد ما فز على الزمالك في النهار الإفريقي والمراضي مع النادي الأهلي وأيضا بعد الفوز على الزمالك في النهار الإفريقي طب عزينا أقرب أكتر من الأجواء وأخبار البعثة الرسمية وزي ما قلت لكم هيكون فيه وفد إعلامي خلال الفترة اللي جاية هيرصد لكم كل اللحظات وكل الكواليس صوت وصورة من داخل مقر الإقامة وفي ملاعب التدريبات وأيضا في ملاعب المبركة لذلك في هذه اللحظات أذهب مباشرة إلى زميلي العزيز أمير هشام مفد قناة النادي الأهلي في هذه التغطية إن شاء الله عشان يطلعنا على كل الجديد داخل مطار القاهرة الدولي وبداية التغطية الخاصة والحصرية على شاشة قناة الأهلي وزي ما شايفين طبعا هذا التحرك كان منذ قليل بعد الخروج من مقر النادي الأهلي بالجزيرة هذه اللقاطات حصرية فقط وحصريا على شاشة قناة الأهلي بعد الخروج من مقر النادي بالجزيرة للوصول إلى مطار القاهرة الدولي لكن أروح بسرعة لزميلي العزيز أمير هشام عشان أعرف منه كل التفاصيل في هذه الأثناء وفي هذه اللحظات قبل الاستعداد لاستقلال الطائرة للمشاركة في كأس العالم للأندية مساء الخير يا أمير مساء الخير عليك يا أمحمد تحياتي لك وتحياتي لكل مشاهدي ومتابعي قناة النادي الأهلي في كل مكان طيب عايشنا بقى في الأجواء والفريق في هذه اللحظات بيستعد لاستقلال الطائرة المتجهة للمشاركة في كأس العالم للأندية الأجواء الروح المعنوية قائمة الفريق وأبرز اللقطات اللي انت بالتأكيد رصدتها منذ أنت وجدت في الصباح الباكر مع الفريق طيب خلينا أقول لك يعني إن شاء الله يا أمحمد خلال 25 دقيقة منذ الوقت حيثون طائرة النادي الأهلي الخاصة في اتجاهها لفتر عشان تشارك في مونديال الأندية بكل تأس العالم للأندية اللي كان مفتقدة جمهور النادي الأهلي بشكل كبير جدا على مدار فترة فاتس وأجواء هذه الوصولة تحديدا أجواء مميزة جدا لكن خلينا أقول لك يا محمد أن كل دعثة موجودة 68 فرض دي بعثة النادي الأهلي بالكامل لعب النادي الأهلي موجودين كلهم طبعا في ذي موحد للبعثة بشكل كامل وأمر يليك يضيك جدا بنادي الأهلي ودمعيره بشكل مميز فبالتالي دي أمور جيدة جدا في الحياة لكن الأمر الجيد يا محمد ولدافت النظر هو توابط وليد سليمان مع معصة السريق وحرصه الشديد على مؤثر استعادة النادي الأهلي من تناك في كأس العالم للأندية ووليد زي ما أنت عارف طبعا يا محمد واحد من نكبات من النادي الأهلي المميزين جدا والأسف الاطباء هتبادوا عن هذه الفطولة كنا حبين جدا أن عصر مميز وقوي وفعال في صفوف النادي الأهلي يكون متواجد لكن ده قدر وأكيد حاجة يعني ممكن يكون مليد علامة عيشوها لكن هو كان مصر قوي أنه هو متواجد مع الجاسة في رحلة الضم ما تعرفش الخير فين الله أعلم لسه لسه عندك توقيت كمان للاستبدال أنت لسه عندك خمس ست يام فإن شاء الله لسه كل الفرص ممكنة لكل اللي عيبه لسه آه لسه فيه تدريبات وحنش عايف إلا هيحصل لكن في كل الأحوال ستوجد مليد ده أمر جيد الكل عنده حالة من التفاؤل الكبير يا محمد وده أمر من قبل نحلم الملكين كلينا أقول لك برضو الأكثر أهمية دلوقتي هو الحديث فقط على مباراة الدحيل السطر تعرف يا محمد الأهلي بالإذن الله في حالة تأهله وتخطيه عقبت الدحيل حيقابل فريق باير ميونيك لكن البعثة بالكامل مشتغلها الأمر ده إطلاقا الكل مركز على المباراة الأولى بس دون التفكير إطلاقا في مدى الأهلي في دور نصف المهائي فده أمر مميز أيضا وأمر مطلوب جدا عشان تقدر بالإذن الله تعالى تقدم مباراة جيرة ومن ثم تقدر تكوز وتتأهل لملاقات فريق باير ميونيك فالحديث كله فقط عن المباراة الدحيل لكن بشكل عام ده أنا قلت لك دي حالة من التفاؤل وحالة من التركيز في نفس الوقت عند اللاعبين وعنفين المسئولية المنطقة على عقل أعاطفهم لإتعاد جماهير للنادي الأهلي في طوصة وبطولة مهمة زي دي خلينا أقول لك كمان أن تقريبا كل الفرقة دي أول مرة شارك فيه بطولة شاعة العالم الأمدية إلا معادة مثلا سعد سمير شارك قبل كلا حتى نشحات شارك مع العين الإماراتي البطولة قبل صابقة لكن بالتالي ده أمر أيضا من الأمور اللي بتدي دي حالة من التعاملين بشكل جميل عشان يكتبوا أساميهم بحروف من ده في تاريخ المال الأهلي هم خلاص هم في الحقيقة تبرحونا بشكل كتير جدا من كنال بطولة أهم بطولة دوري أفطال أفريقيا ولكن في كل الأحوال عندهم التموح وعندهم التمنيات لتحقيق نتائج مميزة في بطولة جهاز العالم الأمدية بإذن الله تعالى هل اتكلمت مع بيتسو موسماني أفراد الجهاز المعاون الجهاز جنوب إفريقي وعايز أقول لك أمير نهاردة السوشيال ميديا ووسائل الإعلام في جنوب إفريقيا تحديدا ما عندهاش أي كلام أو أي أخبار إلا على صفر بأسة الأهلي من المشاركة في كأس العالم الأندية مدى أهمية ده بالنسبة لبيتسو موسماني وردود أفعاله لما يشوف الإعلام في إفريقيا كله يتكلم على هذه الرحلة والمشاركة الثانية لبيتسو والمشاركة الستة لفريق النادي الأهلي طبعا بيتسو موسماني بالنسبة له البطولة دي شئة خاصة جدا على الاستوى الشخصية هي ثاني مشاركة بالنسبة له بعدما كان شارك مع فاندونس في 2013 فبالتالي هو حابب جدا ومتحمس ومتحفز بشكل كبير أنه يقدم بطولة كبيرة من خلال أداء مميز للنادي الأهلي ونتائج جيدة بالنسبة لنادي الأهلي خلال الفترة اللي جاية خليني أقولك بس يا محمد سهدين لحظاته هذا أمر مهم جدا والمكتب محمود الخطيب وصل خلاص للمطار القاهرة الدولي وتحديدا طالث في بار الزوار وصل خلال دقيق تحديدا حيثم استقلال الفائرة في الاتجاه إن شاء الله للمشاركة في بطولة كأس العالم للأمدية لكن بما رجعنا طبعا دي نستر فيلسوم الثمانية رادي القاعد دوا وجهازه المعاون يعني مركزين بشكل كبير يعني حسيني أقولك التركيز دلوقتي مش في المباراة هي على قد التركيز في التجهيزات ما قبل المباريات لشكل النادي الأهلي الستراتيجية اللي ممكن يلعب بيها النادي الأهلي هذه المباراة فالأمور في الحقيقة ماشية بشكل أكثر من رأع وبإذن الله تعالى الآن يكون موفق في هذه البطولة بإذن الله طيب أمير أنتوا في هذه اللحظات في صالة الصفر ولا خلاص تلاتوا على الطائرة لا إحنا لسه في صالة الصفر كلال يعني دقايق من دلوقتي أعتقد ربع ساعة أو ثلاثة ساعة بكثير نكون متواجدين في الطائرة حيتم التحرك الآن تحديدا يا محمد وأنا أتخلمك إن شاء الله لقي الطائرة على طا عايز أقولك أنت أول ما تركبوا الطائرة أول حاجة هتشوفها تلاقي بيت سموسماني فتح اللابتوب وابتدى يتفرج على المباريات وما عنده وش حاجة يعملها تغاري الرحلة حوالي تلاتة أربعة ساعات إلا ما هيكونها هيتفرج على المباريات ويبدأ يتكلم في الكورة وحياته كلها كورة يا مير طبعا طبعا الرجل بيحب الكورة جدا عنده شخص كبير حتى لو هم حققته يا محمد معين لا الرجل اللي عنده طمع كبير جدا في تحيق كتير أساسية بالنسبة له مميزة وفي نفس الوقت أنه هو يعني يحقق إنجاز كبير مع النادي الأهلي بعد ما حقق إنجاز الدوري أفطال أفريك يقولك بغيب على النادي الأهلي لأن الرجل تجف دائز بالنسبة له في كيفية تحليل أداء الفريق اللي هو بيمرانه وكيفية كمان تحليل أداء الفريق اللي حيقابلها وده أمر مهم الرجل بتاع شغل من الأفريق محمد بيركز كل ديئة كل تفصيلة صغيرة هو جذب معهم بالكامل طبعا إنه أمر مميز جدا في حقيقة أكيد زميل العزيز أمير هشام أنا بتمنى لك التوفيق وإن شاء الله توصلوا بالسلامة وكل البعثة الرسمية والوافد الإعلامي إن شاء الله الفترة الجاية أن يكون فيه تخطية خاصة وحصرية وكل الأخبار وكل المشاهدين يعرفوا كل الجديد من خلالكم يا رب خلال الفترة الجاية والغاية 11 فبراير بإذن الله يا أمير الله بإذن الله محمد بشكرك شكرا جزيلا شكرا جزيلا طبعا كان كلام مهم جدا من زميل العزيز أمير هشام وعايز أقول لكم بإذن الله بتداء من النهاردة لغاية آخر يوم في البطولة بإذن الله هيكون فيه تخطية خاصة لكل الأخبار ولكل الأمور المتعلقة ببعثة فريق النادي الآلي في هذه البطولة الكبيرة صوت وصورة أخبار حصرية تقارير لقاءات مش هتشوفوها إلا عبر شاشة قناة النادي الأهلي عايزة كمال أتكلم في جزئية مهمة جدا لأن فيه أمور أنا عارف السوشيال ميديا بحب تتكلم عليها لكن من دلوقتي أعرف الناس اللي هيحصل الفترة اللي جاية طبعا قدامكم على الشاشة دي لقطات حصرية من صالة السفر بعد وصول كل أفراد البعثة إلى المطار استعدادا للسفر بإذن الله خلال هذه اللحظات للمشاركة في هذه البطولة الكبيرة كأس العالم للأندية المشاركة الستة بالتأكيد ده رقم قياسي لأن كمان إن شاء الله بإذن الله هتعمل رقم قياسي في عدد المباريات اللي انت خطتها في هذه البطولة منذ أن شاركت فيه المرة الأولى عام 2005 وبأمانة وبكل صراحة فيه فرق شاركت في كأس العالم بس المطار كانت الصبح بس لكن انت الفريق الوحيد هايز أقول لعب في كأس العالم للأندية في كل الأوقات لعب الساعة 7 الصبح لعب الساعة 10 الصبح وهيلعب كمان الساعة 7 بالليل وهيلعب الساعة 5 العصر يعني انت عندك أرقام قياسي في هذه البطولة جمهور الأهلي سواء في 2005 لغاية 2021 على مدار 16 سنة من خلال متابعاته الكأس العالم الأندية شافها في كل التوقيطات لانك بتشارك في 6 يعني بطولات لعب ما يقرب من 12 مباراة ان شاء الله عندك فرصة تلعب مباراتين 3 مباريات في هذه البطولة فتكسر الرقم القياسي أيضا كمان لأوكلاند سيتي اللي انسحب من المشاركة في هذه البطولة لكن عايز أقول جزء مهم جدا طيب كلام المهم اللي جاي ده هيكون بعد الفاصل أطلع إلى فاصل وبعد الفاصل عندنا كلام مهم جدا لأن فيه تفاصيل الجمهور لازم يسمحها من اللحظة دي قبل ما ندخل فيه غمار منافسات كأس العالم للأندي أهلا بحضراتكم من جديد طيب قبل ما أطلع فاصل قلتلكم فيه شوية تفاصيل ومعلمات مهمة جدا المتعلقة بهذه البطولة وهتكلم معكم في هذه الأخبار والمعلومات مع عرض كمان بعض اللقاطات الخاصة والحصرية للبعثة من مطار القاهرة قبل السفر والمشاركة في كأس العالم للأندي هعيز أأكد على جزء مهم جدا مباراة الخمس القادم بين الأهل والدحيل هذه المباراة إذا انتهت وقتها الأصلي بالتعادل السلبي أو الإيجابي سيتم الاحتكام إلى الأكسترا تايم الوقت الإضافي 30 دقيقة على شوطين كل شوط 15 دقيقة إذن المباراة اللي بتحدد المتأهل إلى الأدوار التالية بيتلعب فيها وقت إضافي قبل الوصول إلى رقلات الجزاء الترجحية لكن في مباراتين فقط قبل ما نروح طبعاً للمطار في مباراتين بس في البطولة هم اللي هيروحوا مباشرة لرقلات الجزاء الترجحية إذا انتهى الوقت الأصلي 90 دقيقة بالتعادل السلبي هي مباراة تحديد المركز الخامس والسادس ومباراة تحديد المركز التالت والرابع دول بس اللي هيكون فيه اتجاه مباشرة لرقلات الجزاء الترجحية لكن بقى المباراة المؤهلة للأدوار التالية هيكون فيها أشوط إضافية ثم رقلات جزاء ترجحية دي مهمة جداً لكل المشاهدين والمتابعين في هذه اللحظات طيب نروح بقى للأجواء المتعلقة بسفر الفريق ومطار القاهرة الدولي طبعاً في هذه اللحظات وأنا أتكلم معكم في لقطات خاصة وحصرية من مطار القاهرة فور وصول البعثة استعداداً إلى السفر كابتن محمود الخطير منذ الحظات قليلة وصل إلى صالة السفر استعداداً طبعاً للتحرك مع البعثة خلال الساعات القليلة القادمة نحن نتكلم في حدود بعد حوالي نصف ساعة بالكتير أو على أقصى تقدير الطيارة إن شاء الله تتحرك إلى طبعاً المشاركة في هذه البطولة الكبيرة كاس العالم الأندية خلال الفترة اللي جاية زي ما بقول لكم الكابتن محمود الخطيب هو رئيس بحثة فريق النادي الأهلي وكان سبق طبعاً ليه خلال الفترات السابقة لما الأهلي كان بيتعهل لهذه البطولة الكبيرة كان بيبقى موجود على رأس بحثة الفريق وكان موجود مع البحثة في أكتر من بطولة دولية خلال السنوات الأخيرة لما الأهلي كان بيشارك في كاس العالم للأندية طبعا آخر مشاركة للأهل في كأس العالم الأندية كانت عام 2013 البطولة اللي أقيمت في المغرب وتحديدا في مدينتي مراقش وأغادير وبالتالي إن شاء الله بعد حوالي سبع سنين مش هنقول تمانية لأن بالمناسبة يا جماعة إحنا آه البطولة بتتلعي في يناير 20 أو فبراير 2021 لكن هي البطولة بالمسمى بتاعها كأس العالم للأندية 2020 ضمكوا هاي على الشاشة لقطات لوصول كابتن محمود الخطيب وترحيبوا بكل أفراد البعثة في هذه اللحظات أيضا كمان هيكون موجودة الأستاذ محمد الجرح وعضو مجلس الإدارة الأستاذ زاطاري أنديل وعضو مجلس الإدارة هيكون موجودين بالتأكيد كدعم للبعثة في هذه الرحلة لكن بالتأكيد في وفد إداري على أعلى مستوى لمهام خاصة خلال هذه الرحلة قلت المهندس خالد مرتجي في بداية كلامي في الحلقة بدوره كمنصق ما بين بعثة النادي الأهل رسمية مع الاتحاد الدولي لقارة القدم فيفا والمهندس خالد مرتجي تحديدا في هذه الجزئية عنده خبرات عريضة جدا سنوات حتى لما كان موجود في عضو لجنة الأندية في فترات تسابقة فبالتأكيد ملم بكل التفاصيل المتعلقة بتنظيم هذه الأحداث الكبيرة الاتحاد الدولي فيفا تحديدا في هذه البطلات بيبقى ليه رولز وليه تفاصيل متعلقة بالإجراءات في تنظيم هذه البطلات فبالتالي المهندس خالد مرتجي هيقوم بهذا الدور مع البحثة الرسمية منذ أن تصل إن شاء الله خلال الساعات اللي جاية إلى آخر يوم أو اليوم التالي بعد آخر مباراة إن شاء الله قبل المغادرة والعودة للقاهرة هذه البطولة قلتلكوا بيبقى فيها يعني تفاصيل كتير قوي وبطلقى اهتمام كبير جدا من الاتحاد الدولي لكورة القدم فيفا بل بالعكس هي في المقام الأول قبل كل شيء في هذه البطولة الناس ممكن تقول لي فيه إجراءات إدارية فيه إجراءات فنية استعدادات الفرق لا كل ده يعني نقدر نقول في خانة لا توازي الخانة اللي فيها الإجراءات الطبية الإجراءات الطبية فيها كتاب ما لا يقل عن 3040 ورقة فيها تفاصيل دقيقة جدا عشان الإجراءات الاحترازية نعم مثلا لو هديكم على سبيل المثال الفريق النهاردة أول ما يوصل إلى المطار بعد الوصول إن شاء الله في مسحة طبية هتتعامل فور الوصول بعد ما تتعامل المسحة الطبية في إجراءات احترازية معينة الفريق هيصل لفندق الإقامة هي المسافة بتتكلمون في حوالي 20-25 دقيقة لكن بعد ما توصل فندق الإقامة الإجراءات اللي هيتم بعدها هتفضل موجود داخل الغرفة بتاعتك مش هتغادرها إلا بعد 12 ساعة بعد ظهور عينة المسحة وإن شاء الله بإذن الله تكون المسحة سلبية لكل أفراد البعثة فبالتالي شوفوا الإجراءات الطبية دقيقة لأي درجة الجزئية التانية بعد ما تعمل المسحة وتطلع نتيجتها بعد 12 ساعة وإنت موجود في الغرفة لدرجة حتى إن العشة هيوصل لك على الأقضاء اللي إنت موجود فيها ممنوع الخروج تماما من الطوابق المخصصة للبعثة الرسمية لأن البعثة هتكون موجودة في طابقين في الخامس والسادس في مقر الإقامة هناك إن شاء الله كمان بعد ما تطلع عينة المسحة بإذن الله وتكون سلبية لكل أفراد البعثة في ظهور اليوم التالي هتتعامل مسحة أخرى لكل أفراد البعثة عشان يتم الإطمئنان على كل أفراد البعثة قبل النزول إلى التدريب فبالتالي الإجراءات الطبية زي ما قلت لك ويبقى عليها دور كبير جدا خلال الفترة اللي جاية كمان بقى الجزء المتعلق بالتنصيق الأمني التنصيق الأمني في مثل هذه المطلات الكبيرة بيشترط إن يكون في الملف بتاعك فيه منصق أمني موجود مع كل بعثة رسمية العميد محمد مرجاني المدير التنفيذ للنادي الأهلي سبق ليه في فتراتها سابقة قام بهذا الدور في الملف الرسمي للنادي الأهلي مع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم في المباريات الإفريقية بدوره كمنصق أمني في العديد من المباريات الإفريقية فبالتالي عنده خبرة وعنده دراية كبيرة جدا بهذا الأمر هيكون موجود إن شاء الله في كأس العالم للأندية ودوره كتنصيق أمني مع الجهات المسؤولة والسلطات هناك قبل المشاركة والتحرك بالمناسبة كمان عايز أأكد على جزئية معنى اللي انت موجود في فندوق إقامة هناك وفي إجراءات احترازية الأمور مش هتبقى سهلة زي ما الناس متوقعة لا انت هتغضع للفقاع الطبية بمعنى هتفضل موجود داخل فندوق الإقامة طول ما انت موجود جوه البطولة مش هتغادر فندوق إقامة إلا لملعب التحرك أو للمباريات وبالمناسبة ضمن الإجراءات الاحترازية والتعليمات اللي أصدرها الاتحاد الدولي أي شخص في أي بعثة رسمية أو وفد رسمي عيو خالف هذه الإجراءات الاحترازية هيتم خروجه من فندوق الإقامة حرصا على سلامة الجميع خاصة إن البطولة بتقام من عدد مباريات قليل جدا فلقدر الله أي فرقة في البطولة لو ظهرت فيها حالة انت بتتكلم في مباراة ممكن لقدرها لتتلغي فالشكل العام للبطولة ممكن يكون فيه هزة كبيرة لذلك الإجراءات الاحترازية تتطبق بحزفرها ما فيهاش أي هزار وده إجراءات الاتحاد الدولي بينظمها مع كل الوفود رسمية مع بعثة الأهل ومع بعثة باير نميونيخ لما يوصل إن شاء الله يوم 6 فبراير قبل أول مباراة ليه بـ 48 ساعة مع أولسل هونداي الكوري اللي هيصل النهاردة الساعة 5 قبل وصول بعثة الأهل بـ 3 ساعات مع فريق أمريكا الجنوبية اللي هيتحدد إن شاء الله غدا ما بين سانتوس أو بالمراس يوم 3 فبراير الفريق الفيز عايصل أيضا عشان يشارك في البطولة ضمق هذه اللقطات طبعا وجود الكابتن محمود الخطيب في هذه البطولة وفي هذه الرحلة تحديدا ليه دور مهم جدا لإن آخر 5-6 مباريات في الأدوار النهائية في دور أبطال إفريقيا شفنا الدور الكبير جدا اللي قام بيه الكابتن محمود الخطيب مع الجهاز الفن واللعيبة في هذه المرحلة الحساسة جدا من عمر مشوار دور أبطال إفريقيا خلال الفترات السابقة وأنا لمست ده حتى في كلامي مع اللاعبين خلال الفترات الأخيرة كنت بشوف الدور وأهمية وجود الكابتن محمود الخطيب مع الجهاز واللعيبة كابت المحمود الخطيب والتدريب شغال في فترة الاستراتشات او الاطالات كان بيحب بيتحرك جنب اللاعبين وهما بيخلصوا في مراحل التدريب عشان يتكلم معهم يقول لهم شد حلقة رجالة الجمهور كله مستنيكم الجمهور كله بيصق فيكم ان شاء الله هتفرحوا مصر في الفترة اللي جاية الكلام ده على فكرة كان ليه تأثيرا والمعناه على اللعيبة ولما بيكون رئيس المنظومة بنفسه على قدر المسئولية وموجود معهم بيتحمل معهم مسئولية هذه البطولة وبيشارك معهم في مثل هذه الاحداث الرياضية الكبيرة ده بيدي اطمئنان وروح معنوية كبيرة جدا لكل فرض داخل الجهاز الفني واللاعبين ان الكل واقف معاك انت مش في المسئولية الوحدة كلنا في مركب واحدة وفي الاخر الحمد لله المركب وصلت لبر الامان وللشط بعد الفوز بدوري ابطال افريقيا والقضية ممكن بهدف محمد مجدي افش عايز اقول برضو مجموعة من الشروط والتعليمات الاتحاد الدولي رصدها بالنسبة لهذه البطولة بالنسبة لملاعب التدريب ممنوح حضور الجماهير باي شكل من الاشكال ملعب التدريب هيكون بدون مدمار ملعب التدريب كله من العجب الطبيعي في غرف ملابس على اعلى مستوى الملعب في اضواء كشفة عشان لو حبيت تتمرن في المساء وحبيت تتمرن في فترة معينة في المساء طبقا طبعا لاختيار التوقيت اللي هيكون مناسب ليك والمسافة كمان ما بين فندو الاقامة وملعب التدريب لا تزيد عن 23 دقيقة لو بتسألني عن الخصوصية في ملعب التدريب اقول لك خصوصية بنسبة 100% ما فيهاش اي هزار كمان اللجنة المنظمة لكاس العالم للاندية من قبل الفيفا هتكون موجودة في البطولة من خلال كولين اسميس هو رئيس اللجنة من قبل فيفا خمي يارزا هو مدير البطولات ومدير الفيفا في هذه البطولة ومدير البطولة جاري مراطة وفيه هيكل الفيفا عمله خلال هذه الفترة ما بين مدير المباراة ومنصق المباراة خلال الفترة اللي جاية في نموذج الاتحاد الدولي اعده مع الفرق اللي هتشارك في هذه البطولة بمعنى ادق الاتحاد الدولي قالك اول يوم تكون موجود هنا في المشاركة في هذه البطولة لازم تكون موجود بحد اقصى يوم 30 يناير بدءا من 30 يناير لغاية 4 فبراير فيه اربع ايام او خمس ايام متحدد فيها جدول زمني لكل شيء هيحصل في هذه البطولة فور الوصول لو تحب تعمل تدريب مسموح لك تعمل تدريب لكن النهاردة النادي الاهلي فضل ان يكون فيه تدريب في ملعب التتش عشان بعد ما توصل هيكون فيه جراءات احترازية فهيكون فيه صعوبة للتحرك لاجراء التدريبات لانك هتنتظر نتيجة المسحة النهاردة ايضا كمان بنتكلم على في اليوم التالي يعني ان شاء الله بعد الوصول النهاردة بكرة هيكون فيه تدريب واحتمال بنسبة كبيرة هيكون فيه اجتماع مع اللجنة المنظمة والفيفا في هذا الامر احنا بنتكلم النهاردة الجمعة الفريح هيوصل ان شاء الله يوم السبت هيكون فيه تدريب والاجتماع مع اللجنة المنظمة والفيفا قد يتم السبت او الحد طيب يوم الحد والاثنين هيكون فيه تدريبات فقط للبعثة وما فيش اي اجتماعات لكن يوم الاربع احنا منتكلم هيكون فيه تلات احداث وتلات ايفنتات مهمة جدا لبعثة فريق النادي الالي هيكون فيه المتمر الصحفي هيكون فيه اجتماع فني وتنصيخ للمباراة وحتى هذه اللحظة قد يكون هذا الاجتماع من خلال الفيديو كونفرنس وهيتم اونلاين نتيجة للاجراءات الاحترازية وهيكون فيه تدريب الرسم لكن بقى التدريب الرسم هيتم ازاي؟ مش هتتمرن مرن كامل على ملعب المباراة لا هتزور ملعب المباراة وتتحرك وتمشي على ارضية الملعب للتعرف عليها يوم الخميس موعد المباراة بين الدحيل والاهلي طيب بالمناسبة هي مباراة نادي الدحيل وهيكون هو اللي صاحب او هو اللي لابس التيشرت الاساسي طيب اروح بسرعة كمان زي ما انت شايفين قدامنا على الشاشة دي لقطات حصرية لبعثة فريق النادي الاهلي من مطار القاهرة قبل طبعا استقلال الطائرة والتحرك للمشاركة في كأس العالم للاندية بيركبوا في هذه اللحظات زي ما انت شايفين الحافلة اللي هتتجه مباشرة الى طبعا مكان الاقلاع الخاص بالطائرة اللي هتتحرك ان شاء الله يعني خلال بالكتير او خلال من هذه اللحظات كل هذه اللقطات وكل هذه الفيديوهات هتبقى حصريا فقط على شاشة قناة النادي الاهلي قدامنا عدد من اللعبين والميزة بقى في تواصل الاجيال لما بنتكلم في 2005 لما كان عندنا جيل عظيم شوف احنا بنتكلم في 2021 وعندنا جيل صاعد هيكمل نفس الدور العظيم اللي عمله الجيل السابق شفنا ايمن اشرف شفنا كمان دلوقتي هو والتر بواليا شفنا مصطفى شفير شفنا كمان عدد من اللعيبة وليد سليمان الحاول اللي كانت الناس كلها بتسأل عليه خلال الساعات الاخيرة وليد سليمان ان شاء الله موجود مع البعثة ومش عايز اتكلم على فكرة مين في القايمة مين برا القايمة لسه في كلام ولسه عندك توقيت لاجراء استبدال سواء بحد اقصى يوم 30 يناير دون اي تقارير طبية لكن يكون بسبب مفهوم لكن قبل موعد المباراة ب24 ساعة لو هتستبدل تستبدل بتقرير طبي معتمد من طبيب الفيفا اللي هيكون مرافق لكل بعثة خلال الفترة اللي جاية قدامنا عدد من اللعيبة محمود وحيد كمان مرافق للبعثة بالمناسبة وليد سليمان محمود وحيد حمز علاء الحارس الصاعد موجود تلاتة موجودين مع الثلاثة وعشرين اللي تم اختيارهم في قائمة النادي الاهلي المسافرة للمشاركة في كأس العالم الاندية فيه جهاز طبي على اعلى مستوى بقيادة الدكتور احمد ابو عبلة جهاز معاون جهاز اداري على اعلى مستوى بياخده الكابتن سيد عبدالحفيزة ومدير الكرة قدامنا كمان محمد شريف النهاردة كمان بقى لو تبصوا على سوشيال ميديا وتشوفوا تويتر وانستجرام والستوري وكل واحد بيحط حطت صورة ستوري ليه كهربا بيتكلم عن الحلم محمود عبدالمنقم كهربا بعد المشورة طويل ليه في كل هذه البطولات اول بطولة دوري حققها كانت موجودة خلال الفترة الاخيرة واول مشاركة دولية في كأس العالم الاندية بعد سنوات طويلة هيكون لكهربا نصيب ان شاء الله مع النادي الاهلي في كأس العالم الاندية بدر بنون السلطان النجم المغربي الكبير اللي اضاف بشكل رائع في خط دفاع الفريق نهاردة بيشارك في كأس العالم للاندية لا بتتكلموا على تاريخ كونك انك تلعب في الاهلي ده في حد زادوا انجاز لكن عشان انت حقق بطولة ده محتاج منك طموح كبير ده مش بيتحقق الا داخل جدران القلعة الحمراء لان في نظام في سيستم وفي جمهور عظيم واقف في ظهرك بكل قوة سند ليك ودافع ليك خلال الفترة الجاية قدامنا حمد فتحي طبعا دينامو خط وسط دفاع النادي الاهلي سعد سمير العائد ان شاء الله بإذن الله للمشاركة خلال الفترة الجاية بعد ما ابتعد فترة طويلة بسبب الاصابة مروانة محسن قدامنا هو في الصورة وليد سليمان الناس كلها جدت بتسأل علم المبارة وطلعها التفاصيل وكلام كتير قوي على مشاركة وليد سليمان ووليد اعتذر اصلي فيه ناس قالت ان وليد زعلان يا جماعة والله كل الكلام ده غير صحيح ومن بدري الكلام معروفه الناس متفق او كل حاجة متحضرة لانه بالمناسبة عايز اقول لكم على معلومة مهمة جدا ارسال اسماء اللعيبة للاتحاد الدولي مش جاي من النهاردة ولا جاي من المبارح ده جاي من اول 6 يناير انتبعدت قايمة اساسية ب35 لاعب يوم 6 يناير يوم 22 يناير اخترت من 35 23 لاعب والاتحاد الدولي قالك ممكن تبعد لقايمة احتياطية تكون معاك في البطولة عشان لو عايز تستبدل قبل 30 يناير ممكن تستبدل ولو عايز تغير بتقرير طبي تقدر تغير قبل اول مباراة 24 ساعة لذلك كل الاجراءات يعني تم التنصيق التحضير لها بشكل رائع جدا ومعروف من البداية من اللي موجود في هذه الرحلة ووليد سنمان منذ البداية موجود وان شاء الله هنشوف خلال الساعات اللي جاي لانه ممكن يشون يعني يكون فيه تقرير طبية لسه فيه تدريبات خلال الفترة الجاية تشوف الحالة والجاهزية ان شاء الله قبل موعد 4 فبراير عشان يكون معاك 23 لاعب على اعلى مستوى في هذه البطولة قدامكم كمان على الشاشة توصيق بقى لهذه اللقطات عايز اقول لكم اللحظات اللي زي دي لحظات تاريخية ما ينفعش تعد علينا كده والناس تاخدها وتتفرج وخلاص لا الصور دي بتتوسق النهاردة بتاريخ 29 يناير 2021 في هذه اللحظات الساعة الرابعة وخمس دقائق طائرة النادي الاهلي بتستعد للإقلاع من مطار القاهرة الدولي للسفر والمشاركة في كأس العالم للاندي بصوا على الصورة كل لاعب بيحاول يوسق هذه اللحظة بالنسباله لان هي لحظة تاريخية وانت موجود في النادي الاهلي بتتحقق مرة واثنين وثلاثة لكن ما تعرفش بكرة في ايه ممكن لو نصيب مش معاك ولقدر الله مثلا مستقبلك في الفترة الجاية في مكان تاني ممكن ما يحلقش التوفيق انك تكون موجود في كأس العالم للاندي فكل لاعب عارف كويس قوي اهمية هذه اللحظات المشاركة في الاولمبيات المشاركة في كأس العالم مع المنتخبات المشاركة في كأس العالم للاندي وتحديدا مع النادي الاهلي ست مشاركات نهاردة انت بتسافر بالتأكيد في هذه البطولة وكل لاعب بيحاول يوسق هذه اللحظة التاريخية بالتقاط صورة بصورة جماعية صور الجماعية النهاردة كانت رائعة انت بتتكلم عن نجم تونسي زي علي معلول محمد مجد أفشا في هذه اللحظة مسك تليفونه لحظة تاريخية بالنسباله بيركب الطيارة رايح مع البعثة كأس العالم للاندية تبتكلموا كابتن الطيارة احنا في لقطات سابقة قبل كده طبعا يعني تحية كبيرة من كابتن طائرة لبعثة فريق النادي الاهلي ولكل جمهوري النادي الاهلي في هذه اللحظات وخلاص دقائق ويه البعثة ويه الطائرة تستعد للإقلاع من مطار القاهرة الدولي وسط دعم كبير وقوي جدا من جماهير النادي الاهلي وكل القيادات الرياضية في مصر والقيادة السياسية للمشاركة في هذا الحدث الاستثنائي لنادي الاهلي ان شاء الله بإذن الله يقدر يعمل بطولة قوية يسعد فيها كل الجماهير وكل المتابعين لأن نادي القرن في إفريقيا لما يكون موجود في حدث استثنائي هتلاقوا ردود أفعال غير طابعية الفرقة وهي بتستعد دلوقتي للصفر دلوقتي في هذه اللحظات الناس موجودة بتستعد لاستيبال الفرقة عبر تجمعات مناطق معاكة يستقبل الفرقة طبقا للجراءات الاحترازية وأعداد كبيرة إن شاء الله من جمهور النادي الأهل هيكون بيستقبل البعثة لكن مش هيكون في المطار عشان برضو عايز أأكد على الناس هذه الجزئية استيبال الجمهور للفريق إن شاء الله فور الوصول مش هيكون في المطار طبقا للجراءات الاحترازية هيكون موجودة على مناطق معينة فور الوصول إن شاء الله قبل التحرك إلى فندو الإقامة كابتن محمود الخطيب رئيس البعثة على سلم الطائرة الجهاز الفني المعاون إن شاء الله مع البعثة في هذه اللحظات الجهاز المعاون طبعا ميشيل يانكون موسى متلعبة طبعا باقي أفراد الجهاز قدامي على الشاشة أيضا كمان عمال غرف خلع الملابس دور كبير جدا مع الفريق في هذه البطولة كل الزملاء الأعزاء البعثة الإعلامية إن شاء الله بإذن الله يقدموا أفضل تغطية خلال الفترة اللي جاية لقطات تصوت وصورة أنا بقول لكم اللحظات دي بتتوسق وبالتاريخ والنهارده وانت بتتكلم في 2021 نهارده في لعبين سبق لهم المشاركة في كأسة عام الأندية بيطلعوا النهارده صور تسكرية وآي دي وبعد اللقطات التسكرية اللي خدوها في 2005 و2006 بيطلعوه النهارده عشان يثبتوا ويوسقوا فكرة أن البطولة الكبيرة دي كلية النصيب والمشاركة في هذا الحدث الكبير عدد من اللاعبين أيضا كمان الزملاء من البعثة الإعلامية إن شاء الله هيكونوا مرافقين للفريق وإن شاء الله هيكون فيه تغطية خاصة لهذه الرحلة المهندس عبداللقيعي طبعا مستشار التسويق والتعاقدات في النادي الأهلي والإعلامي القدير مقدم برنامج ملك وكتابة عايز أقول لكم يعني دي لو بتتكلم على المشاركة الستة للنادي الأهلي في كأسة العام الأندية المهندس عبداللقيعي يعني الحمد لله ليه نصيب من الست مشاركات أعتقد تلات أو اربع مشاركات مع البعثة الإعلامية والحضور وتغطية إن شاء الله هتكون موجودة خلال الفترة اللي جاية المهندسة حنان الزيني مسؤولة الترخيص ومديرة الترخيص واللوايح في النادي الأهلي دور كبير جدا الجزء الإداري واللائحي مهم جدا مع الاتحاد الدولي كابتن سامي أمصان كيفين جونسون طبعا مدربة فريق النادي الأهلي والجهاز المعاون طبعا عدد من أفراد البعثة الكل إن شاء الله بإذن الله كل واحد رايح ليه دور مهم جدا هيقديه خلال الفترة اللي جاية وكل واحد ليه يعني هدف معين نقدر نطلع به من خلال هذه البطولة الأيقونة بقى الكابتن سامير عدلي التاريخي الكبير الحافل من البطولات الدولية كجهاز إداري مع منتخبنا الوطني ومع النادي الأهلي بيتسو مسماني كمان المدير الفن الأهلي مشاركة تاريخية ليه التانية بالنسبة له والكابتن سارد الحفيز مدير الكرة وطبعا كابتن محمود الخطيب رئيس البعثة ورئيس مجلس إدارة النادي الأهلي على رأس بعثة فريق النادي الأهلي في هذا الحدث الاستثنائي وهيكون إن شاء الله رئيس بعثة فريق النادي الأهلي في هذه البطولة الكبيرة وأكيد تم تنصيق كبير جدا خلال الساعات الأخيرة من خلال بعثة الأهلي رسمية مع الاتحاد الدولي أكثر من ورشة عمل تمت خلال الفترة الأخيرة للتحضير لهذا الحدث الاستثنائي وبطولة كبيرة جدا كان فيها بتتكلموا ما يقرب من حوالي من أربع إلى ست جلسات وورش عمل تمت في الفترات الأخيرة عشان تبدأ تحدد كل التفاصيل اللي هتشتغل عليها أول ما تركب الطيارة لغاية اليوم التالي للمغادرة عايز أأكد كمان على جزئة مهمة جدا اللجنة المنظمة المحلية مع الاتحاد الدولي مشدد على كل الوفود الرسمية والبعث الرسمية لكل الأندية إنك بعد آخر مباراة بعد آخر مباراة مسموح ليك بس 24 ساعة بعد آخر مباراة للمغادرة وده تبقى ليه الإجراءات الاحتوازية لأن بالمناسبة كمان فكرة الفقاعة الطبية أو القتيل أو فندق اللي خامل هتكون موجود فيه مفيش فيه نزلاء الفندق بالكامل مخصص للأندية والبعثات الرسمية الموجودة في هذه البطولة مفيش أي نزلاء موجودين في الفندق وده معمول يعني عشان تطبيقا للإجراءات الاحترازية داخل الطائرة بقى انت بتتكلم بقى على اللقاطات الخاصة اللي مش هتشوفوها إلا من خلال شاشة قناة النادي الأهل قدامكم صوت وصورة وعلى هواء مباشرة من داخل الطائرة الوفد الرسمي هنتكلم طبعا في 68 فرد موجودين في البعثة الرسمية بنتكلم في حدود حوالي 26 لعب هم القوام الموجود فيه هذه الرحلة إن شاء الله للمشاركة في كاس العالم للأندية عندنا ما يقرب من حوالي 12 أو 15 فرد من أفراد الجهاز الفني والطبي والإداري والمعاون للاعبين خلال الفترة اللي جاية أيضا كمان في مجموعة 8 شخصيات إن شاء الله كلها دور كبير جدا في التنصيق الإداري واللوجستي زي ما قلت بداياتا من الكابتن محمود الخطيب رئيس البعثة المهندس خالد دامورتاجي اللجنة الطبية رئيسها دكتور محمد شوق التنصيق الأمني العميد محمد دامورجان وكذا دور لكذا فرض هيتم بخلال الفترة اللي جاية في هذه البطولة الكبيرة بإذن الله عايز كمان أتكلم على جزئية مهمة جدا متعلقة بملاعب التدريب ملاعب التدريب كلها من الوجب الطبيعي ملاعب المباريات هم ملعبين ملعب أحمد بن علي وملعب المدينة التعليمية الملعبين دول بيسعوا لأربعين ألف متفرج لكن الساعة المخصصة للجماهير في حضورك المباريات تلاتين في المية فقط من ساعة المباريات نتكلم في حوالي تلاتاشر ألف وخمسمائة متفرج لكن المفاجأة اللي عايز أقول لكم عليها خمسين في المية من ساعة الملعب كلام ده أول مرة تسمعوه كل المباريات تلاتين في المية من ساعة الملعب لكن المباراة النهائية هيحضرها خمسين في المية من ساعة الملعب يعني أربعين ألف يبقى الفاينال في عشرين ألف متفرج تبقى للجراءات الاحترازية بيتم عمل مسحة كمال الجماهير قبل المباراة بعد استلام التكت والتسكرة باثنين وسبعين ساعة وفور الدخول لأرضية الملعب أو لمدرجات المباراة مدرجات الملعب بيتم عمل مسحة بيسموها المسحة السريعة بتطلع بعد خمستاشر دقيقة أي واحد مع تسكرة ولقدر الله مسحته بتبقى إيجابية بيتم طبعا استبداله وعدم موجوده في هذه المباراة مش استبداله بمشجع آخر لا بإلغاء التكت والتسكرة بالنسبة لهذا المشجع فيه جراءات كبيرة جدا بيتم في هذا الملعب وزي ما قالت لكم الملعبين تم افتتاحهم في 6 يناير الماضي بعد تجهيز العشب الطبيعي لهذه الملعب بالمناسبة كانت نواق الجمعة كان ليه حديث مهم جدا خلال اليومين اللي فاتوا واتكلم لما كان موجود في ملعب المدينة التعليمية قال عمري في حياتي ما شفت أرضية ملعب بهذا الشكل أنا أول ما شفت أرضية الملعب بتمنى أرجع ألعب كورة تاني تتخيلوا بقى لسه بقى لعبة لما تسافر وتشوف أرضية الملعب وانت بتلعب بطولة بمواصفات الاتحاد الدولي لكورة القدم فبالتأكد هيكون فيه إجراءات معينة بتتم في هذا الشأن عايز أتكلم كمان على جزئية مهمة جدا وده خبر مهم عايز أأكد عليه الاتحاد الدولي مخصص 45 أكورة لكل فريق فور الوصول عشان التدريبات وعشان المباريات خلال الفترة اللي جاي طيب وانت موجود على دكة البودلاء انت دلوقتي معاك 23 لاعب فيه قائمة المبارا فيه 11 في الملعب وفيه 12 خارج الملعب هل الـ 12 موجودين على دكة البودلاء زي ما بنشوف مثلا في الدور المصري أو في البطولات الإفريقية لا فيه مكان مخصص خلف الدكة دكة البودلاء هيكونوا موجودين خلف دكة البودلاء عشان تكون اللعيبة موجودة فيها خلال الفترة اللي جاية كمان فيه نقطة مهمة جدا متعلقة بالتبديل انت في هذه البطولة ان شاء الله فيه خمس تبديلات بتتم من خلال سلاسة توقفات تبقى للي تم خلال الفترات الأخيرة في كل البطولات الدولية لكن بالإضافة إلى ذلك مباراة الأهل والدحيل أو الدحيل والأهل زي ما قلت هي بقى فيها اكسترا تايم وقت إضافي إذا حصل تعادل سلبي أو إيجابي في الوقت الأصلي من المباراة طب وقتها لما تخش في وقت إضافي هل فيه تغيير إضافي؟ آه فيه تغيير إضافي مسموح ليك في الاكسترا تايم في المباراة المؤهلة للأدوار التالية لكن زي ما قلت مباراة تحديد المركز الخامس والسادس مباراة تحديد المركز التالية والرابع فقط هما المباراتين اللي هيكون فيها ضربات جزاء أو رقلات جزاء ترجحية بعد نهاية الوقت الأصلي في التسعين دقيقة سيتم تطبيق تقنية الفيديو الفي آر في كأس العالم الأندية منذ أول مباراة حتى آخر مباراة طيب في اجتماع هيتم مع الوفود الرسمية فور الوصول هذا الاجتماع هيكون مع الحكام أو بمعنى أدق أدقم التحكيم الاتحاد الدولي بيعتمد عليهم كمحاضرين في هذه البطولة لشرح آخر التعديلات اللي بيتم في هذه البطولات الاجتماعات دي بيتم بشكل افتراضي حتى هذه اللحظة مع مسؤول واحد إداري من كل بعثة خلال الفترة اللي جاية عشان تحضر بشكل جيد لهذه البطولة بالمناسبة انت أتلعب مع الدحيل أول مباراة والدحيل هو صاحب الملعب المباراة الثانية إن شاء الله بإذن الله بس نعدي أول مباراة مش عايزين نتكلم عن المباراة الثانية مع باير نميوني خلال ما إن شاء الله بإذن الله نعدي المباراة الأولى لكن انت في المباراة الثانية انت صاحب الملعب بإذن الله لما تتأهل وده هيكون لتأثير على تغيير التيشرت الأساسي لبعثة فريق النادي الأهلي أو فريق النادي الأهلي في هذه البطولة بمعنى أدق أنت المباراة الأولى هي مباراة فهي الدحيل فالدحيل بيلبس التيشرت الأحمر أنت هتلبس اللون الجري الأهل رايح في هذه البطولة بالتيشرت الأحمر والتيشرت الآخر اللي هو الجري في الأسود ده اللي هيكون موجود في المباراة الأولى والمباراة الثانية إن شاء الله لما تتأهل هتقدر تلعب بقى بالتيشرت الأساسي بتاعك هو اللون الأحمر دي معلومة عايز أكد عليها عشان أنا كنت شفت في بعض الناس بتتكلم على أن التشيرت الأزرق أو التشيرت الأزرق هو العيكون بديل في المباراة أولا لا الأهل اختار اللون الأساسي الأحمر كتيشيرت أساسي واللون التاني هو الجري في اسود هيكون هو التشيرت الاحتياطي واللي يلعب بالأهل مباراة الدحيل القطري بإذن الله كمان عايز أتكلم على جزئية مهمة جدا بقي أفراد البعثة أنت بتتكلم داخل ملعب المباراة في زون محدد للدكة البودلاء أو اللعيبة الاحتياطيين للقائمة الأساسية هتكون موجودة وراء الدكة وفي زون معين للوفد الرسمي وفي زون معين للوفد الإعلامي وفي زون آخر للجمهور بالإضافة إلى الوسال الإعلامي المقيمة في مقر إقامة كأس العالم للأندية طيب ده معنى إيه؟ ما يكونش فيه أي اختلاط من كل الوفود خلال الفترة اللي جاية تطبيق للإجراءات الاحترازية في الفترة اللي جاية طيب في 34 مقعد فني هي مسمى بهذا الشكل مقعد فني 34 مقعد فني لباقي البعثة الرسمية يعني بخلاف الـ 11 الأساسي والـ 12 لعب الاحتياطي والجهاز الفني واللاعبين في 34 مقعد الاتحاد الدولي خصصهم لكل بعثة في زون ومكان محدد داخل ملعب المباراة سواء ملعب أحمد بن علي أو ملعب المدينة التعليمية اللي موجود في المنطقة الإعلامية من الإعلامين المقيمين في البطولة لن يختلطوا بالـ 34 في الوفد الرسمي اللي موجودين في الزون المختلف أيضاً الجماهير الأماكن اللي هتكون موجودة فيها الجماهير مش هتكون قريبة من الوفود الرسمية بمعنى دق إجراءات احترازية لدرجة أن كل واحد تقدر تقول موجود داخل فقاعة من أول يوم في البطولة لغاية اليوم التالي بعد آخر مباراة في البطولة بشكل عام نتمنى التوفيق يا رب للنادي الأهلي في هذه البطولة لسه عندنا تفاصيل ولسه عندنا أخبار تانية ولسه عندنا معلومات كتير متعلقة بهذه البطولة وأنا بكلمكم دلوقتي خلاص الطائرة بتستعد للإقلاع من مطار القاهرة الدولي لكن أخرج إلى فاصل وبعد الفاصل لسه مكملين مع حضركم باقي تفاصيل التغطية الخاصة جداً ولحظات للتاريخ وعايز أرلكم في هذه اللحظات التاريخ بيفتح كتابه لكتابة فصل جديد من فصول بطولات وألقاب النادي الأهلي خلي روحك عالية وخلي انتمائك للأهل كبير لأنك بتنتمي لفريق طموحه دايماً هو البطولات وهنا الطموح مسجل الطموح موجود في كتاب التاريخ مش من النهاردة ولا من عشر سنين لا ده أكتر من مئة سنة من 1907 إنجازات محلية وإنجازات إفريقية وإنجازات دولية لكم أن تتخيلوا أنا بكلمكم عن كاس العالم للأندية لما توصل لمرحلة إن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بعد خمس بطولات والنهاردة المشاركة الستة ليك بعد كل بطولة أنت بتشارك فيها بيطلب تسكار من البعث الرسمية عشان يحطها في متحف الفيفا في سويسرا شوفوا عظمة وكتابة تاريخ النازل أهل إزاي يوصل لأي مرحلة إنك بعد كل بطولة جديدة بتشارك فيها مع الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا الفيفا بيطلب منك تسكار عشان يحطه في المتحف ويوسق هو اللي يوسق مشاركتك معاه في هذا الحدث الاستثنائي شوفوا الطموح وشوفوا الألقاب وشوفوا البطولات وشوفوا التاريخ عشان كده بقول لي جماهير النادي الأهلي ارفع راسك فوق أنت بتنتمي لأعظم كيان وأعظم فريق في العالم جمهور النادي الأهلي مغلطش لما قال أنا بشجع أعظم نادي في الكون جمهور النادي الأهلي في البداية لما قال بعض المعاني المتعلقة بالنادي الأهلي كانت كل كلمة طلعة من التالتة شماله من جمهور الأهلي كان ليها مغزى ومعنى مش دلوقتي ولا بعد عشر سنين ده تقالي الكلام ده في 2005 وبيتحقق بعد 15 و20 سنة إن النادي الأهلي أعظم نادي في الكون الفيفا بيوسق تاريخه مع تاريخ النادي الأهلي الفيفا بيوسق بطولاته مع تاريخ وبطولات النادي الأهلي فبالتالي نادي القرن في إفريقيا عامل إنجازات طيبة طيب عايز أتكلم بقى على لاعب من اللعيبة اللي منذ نهائي دورة أبطال إفريقيا غايب عننا بالسبب الإصابة ولسه نشوف خلال الساعات اللي جاي بالمناسبة زي ما أكدت أكتر من المرة لسه نشوف خلال الساعات اللي جاية إمكانية مشاركته أو ممكن يحصل إيه في الأيام اللي جاية خاصة طبق اللواياح البطولة ممكن تعمل ده استبدال قبل يوم 30 وممكن بتقرير طبي قبل يوم 4 جونيور أجاييه جونيور أجاييه لعيب محوري لعيب بالضبط دلوقتي داخل على خمس سنوات مع النادي الأهلي لعيب لا غنى عنه النهاردة كان فيه لحظات لا تنسى داخل غرفة خلع الملابس وقط اللبس دايما داخل النادي الأهلي ليها مستوى مختلف وليها شكل مختلف وليها روح مختلفة ليه ليها روح مختلفة؟ لأنها روح النادي الأهلي روح تيشرت النادي الأهلي روح الفانيلا الحمر زي ما احنا شايفين قدامنا دلوقتي احتفال اللاعبين والجهاز الفني بعيد ميلاد جونيور أجاية عيد ميلاد جونيور أجاية النهاردة هو مش هينساه لأن النهاردة بالنسباله يوم تاريخي النهاردة بالنسباله هو توصيق يوم عيد ميلاده مع مشاركته مع النادي الأهلي في كأس العالم للأندية تخيلوا جونيور أجاية بعد أربع خمس سنين من عقده مع النادي الأهلي هو وعلي معلول دي أول مشاركة ليهم في كأس العالم للأندية لذلك النهاردة انت هتلاقوا فيه سعادة كبيرة جدا عند عدد كبير من اللعيبة بتتكلموا عن علي معلول بتتكلموا عن جنير أجيه بتتكلموا عن اللاعب لسه ما كملش شهرين ثلاثة معانا بدري بنون السلطان متمنال التوفية رب بإذن الله مع النادي الأهل محمد مجدي أفشا القضية ممكن هذه التسديدة كليها دور كبير جدا مع الفريق إن احنا نوصل لهذه المرحلة ونكون موجودين في كأس العالم للأندية دمكوا طبعا لحظات سعيدة ولحظات جميلة واللعيبة حتى بتاخد صور تسكرية مع جنير أجيه أنا قلت لكم هي النهاردة عيد ميلاده وجنير أجيه بقاله 4-5 سن بيحتفل بعيد ميلاده بس النهاردة احتفاله بعيد ميلاده ليه ذكرى خاص وليه مناسبة مختلفة النهاردة جنير أجيه لما يوصق يوم عيد ميلاده بصفر الأهل ومشاركته هو على المستوى الشخص المشاركة الأولى ليه في كأس العام الأندية ده بالنسبة له حدث استثنائي يعيحص بقيمة أو يشعر بقيمة هذا الحدث وهذا اليوم بعد سنة واثنين وثلاثة وعشرة النهاردة لو نبص على اللعيب القدامة اللي سطره تاريخ كبير جداً مع النادي الأهل لو بنتكلم عن وقل الجمعة لو بنتكلم عن عدد كبير جداً من لعيب النادي الأهل لما شاركوا في أول بطولة الكاسة العام 2005 النهاردة من خلال حساباتهم الشخصية بيوصقوا مع صفر البعثة للمشاركة في هذه البطولة صورة ليهم تم التقاطها منذ حوالي 15 أو 16 سنة تخيلوا 15 أو 16 سنة ده عمر وتاريخ جمهور عن جمهور زي ما قالت لكم في البداية جمهور النادي الأهل هو الجمهور الوحيد اللي عاش أحداث كاسة العام الأندية بكل التوقيتات المختلفة سواء بالتوقيت الصباحي أو حتى التوقيت المساء الروح الطيبة قلوا قدامكم ده على فكرة ميكي ميكي وسالم من العمال غرفة خلق الملابس تاريخهم طويل جداً مع النادي الأهل وميكي تحديداً موجود من السبعينات لكن تخيلوا موجودين النهاردة مع العيبة وجيل جديد والصور والروح الطيبة جوه قدت اللبس بيتسو مسماني المدير الجنوب الأفريقي لفريق النادي الأهلي النهاردة احنا بنتكلم عن مشاركة تاريخية ليه احنا بنتكلم عن المشاركة التاريخية بالنسبة له هو على المستوى الشخصي رقم 2 شارك قبل كده مع سانداونز عام 2016 بعد الفوز على الزمالك والنهاردة بيشارك مع النادي الأهلي في 2021 بعد الفوز على الزمالك ايضاً إذا بيتسو مسماني هو ايقونة الكرة الافريقية في هذه اللحظات كل وسالي الإعلام وكل الصحفيين والإعلاميين في القرى من شمالها لغربها لجنوبها وشرقها بل همش حديث غير عن مدرب النادي الأهلي بالمناسبة هذا الاختيار كان اختيار خارج السندوق عشان كده أفريقيا كلها بتتكلم وبتقول أهلي ليه؟ لأن أفريقيا النهاردة النادي الأهلي سطر لها تاريخ جديد زي ما قلت النادي الأهلي كل يوم بيفتح فصل جديد في كتاب التاريخ لكن التصطير الجديد في كتاب تاريخ الأهلي النهاردة هو تاريخ مع القرى الإفريقية بيدي فرصة لهمدرب إفريقي يقود نادي القرن في بطولة إفريقية وأيضاً بطولة دولية كأس العالم للأندية قلت لكم النادي الأهلي خلال السنوات الأخيرة خارج السندوق في كل قراراته وفي كل الأطر اللي بيشتغل عليها وردود الأفعال بيتيجي بعد النتائج والإعلام بيتكلم عليها. النادي الآن النهاردة اسمه مش في الإعلام المصري لا ده في كل وسالي الإعلام الإفريقية وخلال ساعات سيكون محط اهتمام كل وكالات الأنباء والصحف العالمية خلال الفترة اللي جاي. طيب عايز بقى أقول لكم مجموعة كده من الأخبار والمعلومات المتعلقة بكأس العالم. أنا كل شباب أتكلم عن الرحلة وعن السفر لكن في نفس الوقت فرصة إن احنا نقول للناس المعلومات المتعلقة بهذه البطولة. وزي ما قالت لكم مش هتسمعوا الكلام ده هذه المعلومات وهذه الوصائق إلا من خلال شاشة قناة الآلي خلال الفترة اللي جاية ومع انطلاق البطولة. عايز أقول على جزئة مهمة جدا باستثناء اللعيبة اللي هتكون في أرضية الملعب واللعيبة اللي هتقد عمليات الإحماء باقي أفراد الجهاز الفن والإدارة وباقي اللعبين اللي خارج اللي سكور الأساسي هيكونوا بيرتدوا قناع الوجه. هذا القناع الضروري لا غنى عنه تبقى لتعليمات الاتحاد الدولي لو انت مش موجود في عملات الإحماء ومش في التشكيلة الأساسية لازم تكون بترتدي القناع داخل أرضية الملعب تطبيقا طبعا للإجراءات الاحترازية. كمان المسافة الاجتماعية وانت موجود على دكة البودلاء بالنسبة لأفراد الجهاز الفني المسافة بين كل عضوه التاني متر على الأقل. الـ 12 لعب الاحتياطي اللي هيكونوا موجودين في زون وراء دكة البودلاء أو خلف دكة البودلاء هيكون المسافة بين كل لعب وآخر حوالي متر. هيكون فيه أدوات للتعقيم وغسل اليدين داخل أرضية الملعب بشكل متكرر. وهيكون فيه منصق طبي من الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا موجود في أرضية الملعب. كمان مقاعد الفريق. زي ما قالت لكم ان فيه 12 لعب احتياط هيكون موجودين في زون مخصص خلف دكة البودلاء. لكن المقاعد الرئيسية على دكة البودلاء هتكون من 11 فرد فقط هم الجهاز الفني والجهاز المعاون والجهاز الطبي والجهاز الإداري. الوفد الرسمة هيكون ليه منطقة محجوزة في أعلى الاستاذ. زي ما قلت لكم العرض اللي هيكون موجود هيكون في منطقة بعيدة تماما عن الحضور الجماهيري. كمان عايز أتكلم على فكرة الوصول. بعد ما تصل. وزي ما قدامكم هذه لقطات وليد سليمان قدامنا طبعا. والقطات يعني تم التقاطها منذ لحظات قليلة في المطار منذ قليل. الفريق أول ما يوصل قلت لكم فيه خمس أيام على موعد المباراة. وكل يوم هيكون فيه إجراءات معينة. النهاردة هتوصل هتعمل مسحة. بكرة هيكون عندك تدريب. غالبا السبت أو الحد هيكون فيه اجتماع مع اللجنة المنظمة والفيفا. اليوم التالت والرابع اللي هو يوم الحد والاتنين هيكون فيه تدريب. ويوم التلات فيه تدريب آخر. والأربع ليلة المباراة يكون فيه مؤتمر صحفي واجتماع فني وتنسيقي. والتدريب الرسمي على ملعب المباراة هيكون زيارة بس للتعرف على أرضية الملعب. كمان اتكلمت معاكو على جزئية متعلقة بالاستبدال. يعني انت بتتكلم فيه خمس استبدالات خلال التسعين دقيقة. بس بشرط يكون فيه ثلاثة عقفات. ده بيحصل دايما في كل البطولات الدولية. لكن أيضا لو لعبت إكسترا تايم فيه مباراة الدحيل أو المباراة الأخرى. عكس مباراة تحديد المركز الثلاثة والرابعة والخمس والسادس لك حق انك تعمل استبدال إضافي. طيب. في تعديل تم كمان على القواعد المنظمة لكاس العالي الأندية وهي متعلقة لقدر الله لأي فريق مشارك في البطولة في حالة حدوث ارتجاج أي استضام بيحصل فيه الرأس وعمل ارتجاج يعني اشتباه ارتجاج بالنسبة لللاعبين. الحكم هنا عنده خيار إيقاف المباراة. بس إيقاف الأدئة لمدة ثلاث دقائق فقط. مما يسمح لطبيب الفريق المعني إنه هو يعمل تقييم على أرضية الملعب لحالة اللعب واشتباه إصابته بارتجاج في المخ إذا دعت الحاجة لوقتي إضافي أكتر من ثلاث دقائق عشان يشوف حالة اللعب بيتم إجراء تقييم مستمر على خطوط اللمس أو على خطوط التماس عند اللعب. يعني تطلع عند خطوط التماس وبتكمل التقييم بتاعك وهنا بيستأنف الحكم اللعب. ولكن موظف أو الطبيب المتعلق باللجنة المنظمة الطبية للفيفا اللي موجود في أرضية الملعب هيكون متاح مع طبيب الفريق للتشاور أو النصيحة في مسألة الارتجاج اللي تعرض لللعب. وممكن يتم استخدام إعادة الفيديو للتعرف على حجم وصعوبة الإصابة اللي تعرض فيها اللعب. ودي كلها آليات عشان تكون موجودة جانب الملعب للتعرف على إصابة ارتجاج المخ اللي ممكن يتعرض لها أي لعب. كل هذه الإجراءات بتتم ليه؟ عشان لما تاخد التجربة الإضافية باستبدال هذا اللعب يكون تم من خلال كل هذه الإجراءات. وده تم طبعا من خلال مجلس الاتحادة الدولي في اجتماع 21 ستمبر الماضي من خلال التطبيق اللي عمله البرتوكول للفيفا خلال الفترة اللي جاية. إذن الحكم بيوقف اللعب الطبيب بينزل لمدة 3 دقايق بس ياخد أرضية الملعب عشان يطمن على اللعب ويشوف في الإصابة الرأس ممكن وصلت الارتجاج ولا لأ؟ إذا طالت المدة عن 3 دقايق بيطلع بيه بره الملعب على خط التماس وبيكون فيه طبيب من الفيفا موجود مع الطبيب المعني لكل فريق عشان التشاور والنصيحة. إذا كان فيه تغيير لهذا اللعب بسبب الارتجاج هنا بيتم اللجوء لخاصية الفيديو عشان نعرف حجم وقوة الإصابة وعلى أساسها وعلى إسرها بتبدأ تعمل التغيير الإضافي في حالة الارتجاج. دي كلها أمور تمت في بروتوكول من خلال اجتماع مجلس الأيفاب في شهر ستمبر الماضي طيب. انت مسافر النهاردة بقائمة فيها 68 فرد من البعثة الرسمية. لكن الفيفا بيتعامل مع كل بعثة رسمية من خلال 35 فرد فقط. أي عدد زائد عن 35 بيكون طبعا بتتحمل التكلفة كل بعثة رسمية. ده بالنسبة لبايرون ميونيخ والسن هوندايل كوري وبطل المكسيكا تايجرز. وأيضا كمان بالنسبة للنادي الأهل. حتى فريق الدحيل منظم هذه البطولة هيتم عليه نفس الإجراءات في هذا الأمر. ليه بيتم تحديد 35 فرد بس هما من أفراد البعثة الرسمية من خلال التعامل مع الاتحاد الدولي. عشان بيخصصلك داخل فندق الإقامة 23 غرفة فندقية داخل الأوتيل للعيبة فقط. 23 بمعنى أن كل لاعب في غرفة لوحده. انت هنا بقى بتطبق الإجراءات الاحترازية فكل لاعب لازم يكون في غرفة لوحده طوال مدة البطولة. بتدم ساحة كمان ب12 غرفة فردية لمسؤولي النادي. ببين رئيس البعثة وباء أفراد الجهاز الفني والجهاز المعاون مع 23 اللعب. انت خلاص هنا وصلت للعدد اللي هو 35 بالإضافة ل 35 الفيفا بيوفر لك خمس غرف زيادة عشان بعض الأمور اللوجستية والإقامة والإعاشة في فندق الإقامة. ببين غرفة لوضع المعدات المتعلقة بتدريبات الفريق. غرفة للمعالجة الطبية بيتم تخصصها فقط للجهاز الطبي عشان لو عايز يعمل إجراءات طبية واستشفى لأي لاعب وتجهيز بالنسبة للمرحلة الجاية. وغرفة ليه تناول الطعام. مش هتبقى الغرفة دي المطعم الرئيسي في الأوتيل. لا الإجراءات الاحترازية هنا بالفيفا بتعمل غرفة محددة من 300 مقعد فقط لكل باس عشان يكون فيه تناول وجبة الطعام سواء الفطار أو الغداء أو العشاء أو حتى لو فيه وجبة إضافية قبل ما تروح لملعب المباراة. عند غرفة الاجتماعات ده الميتنج اللي بتعمل فيه قبل كل مباراة. ولو عايز كمان تعمل محاضرات للعبين بالإضافة لصالة ألعاب. لو عايز تعمل صالة تجيم بالنسبة لكل بعثة عشان يكون فيه تدريبات إضافية بخلاف التدريبات الموجودة فيه أرضية الملعب فيه إجراءات احترازية ممنوع مغدرة أي مكان في الطابق الخامس والسادس اللي هتكون موجودة فيه البعثة خلال الفترة اللي جاية. وزي ما هلطلق الفيفا من خلال الموعد الرسمية بيستقبل وفد الرسمي لكل نادي بدءا من يوم 30 يناير. كمان من الأمور بقى الطريفة. الفيفا محدد في الأدوات اللي هستخدمها مع كل نادي إجراءات محددة. يعني هو هيسلم لكل فرقة 45 كورة أول ما يوصل عشان يستخدمها في التدريبات اللي نديل كور اللي يلعب بيها في المباراة. كمان بحدد يعني كرات التلج اللي هيتم استخدامها للإستشفى لكل لاعب. مخصص لك عدد معين جدا من كرات التلج عشان تستخدمها في هذه البطولة. لو بنتكلم مثلا أنت بتتكلم على فكرة أن مثلا بقول ساي مثلا 80 تلج أو 80 كيلو من التلج مخصص لكل بيعسة. لو طلبت زيادة بيتمم حاسبتك على كل كيلو زيادة. أنا عابق أقول ده ليه رغم أن هي تفاصيل صغيرة. بس الاتحاد الدولي أنا لما حاولت أعرف كل التفاصيل دي من اللجنة المنظمة ومن اللجنة المتعلقة بتنظيم الكاس العالم الأندية في الفيفا. لقيتهم مهتمين جدا بعضك التفاصيل. إنه حتى كرات التلج أو الوحة التلج اللي بيخصصها لكل بيعسة محدد وزن معين لها. ولو طلبت وزن زيادة بيتم حسابك بكل كيلو زيادة. يعني مثلا يعني لو كل كيلو ممكن يحسبك على كل كيلو من التلج اتنين ريال. مثلا لو طلبت كور زيادة كل كورة زيادة عليها سيء رقم معين. فأنا بقول ليه الحاجات دي. عشان التنظيم بالنسبة للاتحاد الدولي مختلف تماما عن تنظيم أي بطولات دولية في السنوات الأخيرة. وخلال الفترة الأخيرة ابدأ الاتحاد الدولي يعمل تطوير وتحديث لكل إجراءات التنظيم. عشان كده لما بتشارك في هذه البطولة. انت مش بتشارك فيها على المستوى الفني. لأ ده انت كمان بعد ما بترجع عشان كده فيه وفد رسمي من حوالي ست شخصيات عظيمة في الأمور الإدارية مسافرين لأن الشخصيات دي عندها خبرات كبيرة جدا من بطولات تصابق الكاس العالم للأندية. فبعد ما بترجع هنا بقى النادي الأهلي ليه بيختلف عن باقي الأندية سواء في إفريقيا أو في مصر؟ لأن انت عندك تراكم خبرات كبير جدا من المشاركة والتواجد مع الاتحاد الدولي لقرد القدم فيفا في كل البطولات السابقة. ما بين بطولة 2005 و2006 و2008 و1213 و2021. فكل هذه الخبرات الإدارية بتاخدها من خلال ورش العمل والمشاركة مع الاتحاد الدولي في كل هذه البطولات. بالمناسبة كمان فيه معدات تدريب. الاتحاد الدولي مخصصها لكل بعثة ولكل فريق في هذه البطولة حتى لو انت جاي معاك أدوات التدريب. لكن الفيفا كمان حضرتك أدوات تدريب لو عايز تستخدمها في هذه البطولة. كمان بالنسبة بقى للتنقلات داخل هذه البطولة. زي ما قلنا الإجراءات الاحترازية تموجود داخل فندوق والإقامة. ما بتتحرقش في أي مكان إلا من الفندوق للملعب التدريب. وهيكون على إحدى ملاعب الجامعة في كاس العالم. وأيضا كمان الملاعب المخصصة ملعب أحمد بن علي وملعب المدينة التعليمية. ما فيش أي خروج في أي مكان تاني. لكن التنقلات بقى والإعاشة خلال الخمسة أيام قبل أول مباراة متحدد لها أمور معينة. يعني هيتم تخصيص حافلة. وطبعا تم عرض صورة هذه الحافلة خلال الفترات السابقة. هذه الحافلة بتسع لحوالي خمسين مقعد لكل فريق. هذه الحافلة مخصصة فقط لللاعبين والجهاز الفني والإداري. تبتتكلم في 12 عضو من الجهاز الفني والإداري والطبي. 23 لا. فبتتكلم في 35. لكن هو طبعا عشان إجراءات الاحترازية. فموفر حافلة فيها خمسين مقعد سيارة طبعا لرئيس الباسة. في شحنة أو سيارة لشحنة الأمتعة تكون موجودة في حافلة أخرى بعيدا عن الحافلة الأساسية بالنسبة للفريق. وكمان الملاعب ومقر الإقامة مع ملاعب التدريب المسافات قريبة جدا. أقصى مسافة من فندو الإقامة لملعب التدريب حوالي 23 دقيقة. لكن من فندو الإقامة لملعب المباريات لا يزيد عن حوالي 15 دقيقة. وفيه كلام مهم جدا متعلق كمان فيه التنقلات. وعيكون فيه تنصيق أمني بيتم في هذا الأمر. عشان كده النادي الأهلي معه منصق أمني العبيد محمد مرجاني المدير التنفيذي للأهلي والمنصق الأمني في هذه الرحلة. كمان عايز أتكلم على تقنية الفيديو الفار. تقنية الفار طبعا أنت هتتطبق هنا بقى من خلال الاتحاد الدولي تقنية بصورة مختلفة وبأدوات مختلفة. ومعايير على أعلى مستوى. لأنت بتتعامل مع الاتحاد الدولي نفسه. من خلال مجلس الاتحاد الدولي هو اللي حط البروتوكول المتعلق بالفار. فهيبقى فيه استفادة كبيرة جدا حتى للنادي الأهلي ولكل المتابعين. إزاي بيتم تطبيق تقنية الفار في الملعب والحالات اللي هيكون فيها جدل تحكيم. عايز أضيف على ده وقالوكو برضو على خبر جديد. الحمد لله النهاردة ممكن عندنا أخبار كتيرة في هذا الشأن. تقنية خط المرمى هتكون موجودة في كأس العالم للأنداية. يعني بالإضافة لتقنية التسلل. تقنية خط المرمى لو القرى تخطط خط المرمى بيكامل محتواها ويتم احتسب هدف. هذه التقنية موجودة في كأس العالم للأنداية. وبالتالي زي ما قلت لكم تقنية الفار هتكون موجودة على أعلى مستوى في هذه البطولة. بالمناسبة الحكم العربي الوحيد اللي بيشارك في هذه البطولة من القرى الإفريقية والحكم المغربي ردوان جيد. حكم متميز والعلى مستوى. نتمنى رتوفية رب في المشاركة في هذه البطولة. بالإضافة كمان في اتنين حكام من الإمارات وحكم من قطر في هذه البطولة وفي كأس العالم للأنداية. في لوايح متعلقة طبعا بالمنافسة ومباراة كأس العالم خلال الفترة اللي جاية. بس هنا تتكلم على اللوايح المتعلقة بي الاستبدال في الفترة اللي جاية. كلمتكم على الاستبدال المتعلق بي حالة ارتجاج. لو حصل ارتجاج لأي لعب في البطولة. كلمتكم على الوقت الإضافي إذا حدث في أي مباراة يبقى عندك تغيير إضافي. وكلمتكم على لايحة البطولة المتعلقة بالاستبدال. آخر موعد للاستبدال بس بشارط أنك تقدم سبب مقنع للاتحاد الدولي هو غدا تلاتين يناير. العالم سافر بستة وعشرين لعب. القائمة النهاية هي تلاتة وعشرين لعب. لو عايز تستبدل أي لعب آخر موعد ليها بقرة. ولكن بسبب مقنع ويعني الاتحاد الدولي وافع عليه. لكن لو فيه تقرير طبي أو إصابة طبية تمت وعايز تستبدل. ليه حق الاستبدال ولكن قبل يوم أربعة فبراير باربعة وعشرين ساعة. وهنا أنت لما تستبدل مش بتستبدل بناء على الكشف الطبي الظاهري. لا. بيبقى فيه طبيب من الاتحاد الدولي موجود بيعمل كشف طبي من خلاله هو. وبيكتب تقرير طبي للجنة الطبية. وعلى أساس هذا التقرير بيتم الاستبدال قبل أول مباراة باربعة وعشرين ساعة. فبالتالي إن شاء الله بإذن الله أنا أتمنى كل التوفيق لكل اللعبة. يكون كلهم مؤهلين لخوض هذه البطولة بشكل قوي جدا. عايز أتكلم كمان على فريق الدحيل. دي أول مباراة ومباراة كبيرة. ومباراة على فكرة يعني لازم نهتم بها أقصر اهتمام. والسوشيال ميديا يعني أتمنى. مفيش حديث على المباراة بايرن ميونيخ. بالمناسبة بايرن ميونيخ هيوصل كاس العالم ويشارف كاس العالم ويكون موجود يوم ستة تنين. يوم ستة فبراير. فأنت هتكون لعبت يوم أربعة فبراير. فكلامنا كله على مباراة الدحيل. تركزنا كله على مباراة الدحيل. بالمناسبة كمان اللعيبة كلها بتبقى مطلعة وشايفة السوشيال ميديا. فدور مهم جدا للجمهور لا نتكلم على البايرن ولا نتكلم على هذه المباراة الكبيرة والأخطاء اللي تمت قبل كده في مباراة 2005 وكننا عايزين نتكلم على مباراة لفربول وخرجنا للأسف في أول مباراة. الأهل رايح بطولة عايز يعمل فيها مستوى جيد ويليغ بيء القرى الإفريقية والقرى المصرية. فنو أتكلم على فريد دحيل هو بيقوده صبري لموشي. طبعا هو مدرب فرنسي من أصل جزائري قاد العديد من المنتخبات الإفريقية في سنوات تسابقة ولكنه على رأس القيادة الفنية لفريد دحيل منذ 18 أكتوبر 2020. لعب تحت قيادته فريد دحيل 16 مباراة فاز في 9 تعادل في مباراة. خسر 6 مباراة أحرز لعبه. 39 هدف استقبلت شباكه 28 هدف معدل استقباله 90 دقيقة يعني كل دقيقة و75 سنية وشباك النظيفة فيه أربع مباراة خرج بشباك نظيفة. بالمناسبة فريد دحيل هو أعلى فريق في أسيا. قدر يعمل صفقات وانتقالات وضم لعبين خلال الفترات الأخيرة وصرف على انتقالات. وأقصر نادي صرف في الانتقالات اللعبين خلال الفترة الأخيرة في قرد أسيا بالكامل. تفوق في الميزانية وفي الصرف على أندية سعودية وعلى أندية صينية. حتى الأندية الصينية كانت بتشتري لعبة بعديد من الملايين الدولارات لأ المرازي في هذا العام عام 2020 يدحيل صرف مبالغ كبيرة جدا لإبرام صفقات استعدادة لكأس العالم للأندية والتجهيز لبطولة كأس العالم. عايز أن لكم كمان فريق بطل كوبا لبرتادوريس بين فريقاء سانتوس والمراس. طبعا عايزين المباراة تتلاقيه بكرة السبت الموافق 30 يناير. لكن بعد تحديد الفائز والمتآهل من كوبا لبرتادوريس. هيكون موجود للمشاركة في كأس العالم للأندية يوم 3 فبراير القادم بإذن الله. وآخر فريق هيكون موجود فريق بايرن ميونيك هيكون موجود يوم 6 فبراير والنهاردة في هذه اللحظات اللي بأتكلم معكم بعد حوالي نص ساعة هيكون أولسان هونداي الكوري أول فريق يصل للمشاركة في كأس العالم للأندية طيب جزئية تانية متعلقة بقى بالجماهير وأنا أحب لما أختم هذه الفقرة وهذه التغطية لما أتكلم عن الجمهور لازم أتكلم على كلام مهم جدا متعلق بربط مشجعي النادي الأهلي في تحدي كبير جدا لدى ربط مشجعي النادي الأهلي فور وصول البعثة. الشغل اللي تم خلال الفترات الأخيرة بجد بنشكرهم على كل التعاون اللي تم وكل الشغل اللي تم خلال الفترات الأخيرة للتحضير لهذه البطولة الكبيرة. انت بتتكلم على جمهور بدون أي طلبات وبدون أي تنصيق من أي حد في مصر من غير ما يطلب منهم هي الناس بتشتغل حبا وعشقا في النادي الاهلي بيشوفوا ازاي يبدأوا يحضروا لاستقبال البيعسة يعني اللقاطات اللي شفتها منذ لحظات قليلة دي وصفر الفريق على متن الطائرة المتجهة من مطار القاهرة الدولي في هذه اللحظات الجمهور بيتابعنا في الخليج العربي عشان يستنى البعسة أول ما توصل وهم عملوا كل الأمور التنسيقية واللوجستية مع اللجنة المنظمة المحلية لدرجة انها هيكون فيه نقاط محددة عبر الطريق السريع بعد خروج الفريق من الصلاة الأميرية في طبعا كاس العام الأندية وبعد الخروج من الزون المحدد في المطار عشان يبدأ يستقبل البعسة طبعا مش هكون فيه اختلاطه هيكون الحافلة والأوتوبيس والباقي أفراد البعسة في الطريق السريع لكن هيكونوا شايفين من الحافلة كل الجماهير اللي هتكون في استيبالهم الجماهير هتكون موجودة على جانبي الطريق لاستيبال البعسة عبر نقاط تم الاتفاق عليها مع اللجنة المنظمة المحلية وده كان لازم يتم طبعا عشان الإجراءات الاحترازية وحرصا على سلامة الجميع كمان من ضمن الإجراءات الاحترازية طبعا الجمهور مش هيدر يروح لفنده الإقامة لأن حتى الإعلامين مش هيدروا يروحوا فنده الإقامة ويختلطوا مع الفريق ويجروا لقاءات صحفية عكس البطولات السابقة فبالتالي فيه إجراءات معينة الجمهور هيعملها وربطة مشجع الأهلي هتعملها هناك عشان تحسس اللعيبة والجهاز الفني إن احنا في ظهركوا ومعاكوا لحظة بلحظة طب هل الأمر هيتوقف فقط على وصول الفريق للمطار وحتى فنده الإقامة؟ لا حتى وانت بتتحرك للتدريب هيبقى في نقاط محددة للجمهور عشان تحيي فيها الفريق واللاعبين وهم رايحين لملاعب التدريب والفترة اللي جاية لنجعل تتضرب حوالي أربع تدريبات أو خمس تدريبات قبل أول مباراة مع الدحية اليوم الخميس القادم طيب ده بالنسبة للملاعب التدريب طب ملاعب المباريات إن شاء الله بإذن الله فيه مفاجآت ربطة مشجعي الأهل بتحول تحضرها خلال الفترة اللي جاية داخل الملعب كان بيتم يعني السعي لإجراء الدخلة وإجراء يعني أتيفه فيه تشجيع معين لجماهير النادي الأهل فيه المباريات لكن طبعا تبقى الإجراءات الاحترازية والسلطات الصحية طبعا تم رفض هذا الأمر عشان الإجراءات الاحترازية لأنه طبعا إذا تمسك الدخلة بتتحرك من إيد لإيد فهنا هيكون أمر طبعا معارض تماما للإجراءات الاحترازية فبالتالي مش هيكون في دخلات لكن دايما مشجعي النادي الأهلي عندهم أفكار ومبتكرين بشكل كبير جدا وهيكون فيه كارنفال للنادي الأهلي وهتلعب وكأنك في استاد القاهرة الدولي تخيلوا أنت بتلعب مع الدحيل وإن شاء الله ربنا يكرمنا بإذن الله ونكون مع بايرن ميونيخ ونوصل إن شاء الله إلى 11 فبراير والناس هتتفرج على المباريات وكأنها في استاد القاهرة الدولي هتشوف الشعبية بقى انت هنا بقى خلاص انت داخل في تحدي عشان كانت كلام كتير لما رحنا الإمارات العربية المتحدة أشقانة هناك الناس كانت بتتكلام شعبية الأهلي في الخليج مش كبيرة لما رحنا الإمارات في أكتر من مباراة سوبر الملعب بالكامل أكتر من 60-70% من مشجعي النادي الأهلي حتى الطرف المنافس لما كان موجود معاق في المباراة مدرجات خخوية كان بيدخل برضو جمهوري النادي الأهلي العائلات موجودة بيشجعوا النادي الأهلي ظهرت في مباراة المصري ظهرت في مباراة الزمالك ظهرت في السعودية لما النادي الأهلي سافر للمشاركة في مهرجان اعتزال فواد أنور ملعب بالكامل مش غالب من 30-40 متفرج كلهم أهلوية وكلهم مصريين راحين يشجعوا الأهلي أيضا في كاس العام الأندية هنشوف حضور جماهيري كبير جدا أقعد صدقوا أي كلام بيتقل في الهواء المطلق كده أن شعبية الأهلي في الخليج لا تضاهيها أو مثلا في شعبية الأندية تانية أكبر لا 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 أنا سافرت وعشت وشفت وحضراتكم في كاس العام الأندية هتشوفوا هتشوفوا إزاي الأهلي اللي هي شعبية كبيرة جدا بس دايما النادي الأهلي ما بيحبش يتكلم على تاريخه وعلى بطولاته دايما التاريخ والبطولات والشعبية هالي بتتكلم عن نفسها ودايما لما بنشوف حتى في ناحية الماركتينج والتسوية والإعلانات الكل بيروح للنادي الأهلي أي مركة عايزة تعمل رواج لها بتحط النادي الأهلي في جملة مفيدة عشان عارفة أن الشعبية هتيجي من خلال متابعة الجماهير النادي الأهلي بصوا على السوشيال ميديا بصوا شوفوا صفحة النادي الأهلي الرسمية شوفوا الحضور الجماهيري في كل المباراة الأهلي اللي بيكون فيها حضور جماهيري بيبقى لعدد قد إيه ده على مدار التاريخ مش بتكلم على شعبية آخر 20 سنة لا أنا بتكلم على شعبية الأهلي الحمد لله أنت بتتكلمه منذ حوالي أكتر من 113 سنة منذ إنشاء النادي الأهلي عام 1907 النادي الوطنية اللي يجب أنشأ تحديدا لمناصرة الوطنية في مصر خلال الفترات الأخيرة طبعا كاسة العملية دي إن شاء الله حدث استثناء وزي ما قالت لكم الفترة الجاية هيكون فيه تخطية خاصة وحصرية خلال الفترة الجاية لهذا الحدث الكبير قادر الإمكان حاولنا نكون معاكم النهاردة في هذه التخطية عشان نقول كل الأخبار اللي عندنا ونقول لكم كل الكواليس والمعلومات الحصرية من كاس العالم للأندية وكمان نقول لكم على آخر الإجراءات المتعلقة وكل شيء صوت وصورة شياكة وعظمة والأهلي بيكتب كتاب تاريخ بإذن الله في هذه البطولة الكبيرة الأهلي في المونديال في كاس العالم للأندية شكرا وإلى اللقاء